آآ شايفين بتاعتك كده? مظبوط او شايفين بتاعتك. احنا نبوده هنتكلم عن كزا حاجة كده. يعني المين المين آآ ايم في في ديت حاكتين ان احنا نتكلم عن حاجة اسمها والفرق بينها وبين والسيشن ديت بتكمل على السيشن اللي فاتت اللي ادعها محمد رزد بخصوص موضوع وكده. فاحنا هنكمل على اللي هو بناء. والحاجة التانية المهمة جدا ان احنا هنفكر شوية ونكون سادر الحاتة بتاعت التيرا فورم. ازاي ان احنا نستخدم تيرا فورم. آآ مظبوط انا احنا احنا شايفين الصور ان انا اوقات بقول ياس انا يعني ايه ممكن اوقات بكلم انجليش فانا اسف. آآ اللي عايز انت مش يعني السيشن دي انت بالنسبة لك ادفانست شوية. ارجع للسيشن اللي فاتت زي ما محمد قال. احنا شرحنا فيها الاسي تو انستنس ويعني ايه بي سي. وبعد كده ممكن تتفرج على السيشن دي تاني لو حسيت ان هي تو ادفانست بالنسبة لك. بس انا شايف ان مهم جدا ان احنا كننشرح التوبيك ده عشان هو توبيك آآ مهم جدا وتكمل اللي فاتت. وهيبقى مفيد لك كل ناسفة محمد لو قطعتك ومش قطعك تاني. لا لا ولا اهم. آآ فدي الاجندة اللي معنا. اول حاجة احنا هننور موب كده مع البي بي سي. ايه البي بي سي اللي تكلم عليها يا رزق المرة اللي فاتت. وايه هو البي بي سي بيرنج? وازاي بيشتغل? والفاليو اللي بتيجي منه? واللي هنتكلم عن ايه? الشكل بتاعة بتاعة الترانزي جيت ويه شكل يعمل ازاي? او بتستخدم اصلا في ايه? والديفرنسز بتوين البي بي سي بيرنج والترانزي جيت وي. والفاليو اللي بتيجي من يوزن ترانزي جيت وي. وهل ده معناه ان هو احنا نلغي خلص ولا? الترانزي جيت وي كونسبت والكونبوننتس بتاعته مفاهيم ايه? ترانزي جيت وي ازاي بيشتغل? وبعد بعد ما اخلص كل اللي فوق دي. يعني كل ده نظري. احنا هنتكلم حتى برضو نظري كده ايه هو الترافورم. وازاي نستخدمه ايه اللي بتيجي من غراء? اه ممكن اكون عارف ان هو الحتة بتاعت الترافورم بحتاجك يعني ديب شوية فعشان كده انا شايرت معكم ديب كورس للحتة بتاعت الترافورم دي. طبعا انا لسه ما شايرتش اللينك ده يا محمد معلش انا لسه ما شايرتوش بس هشاير معاكم. اوكي. الفيديوز اللي اللي محمد قال عليها هشايره في الواتساب جروب. اوكي. اه اخر حاجة خالص ان احنا هنبني وهنعمل كده بالترافورم. وهتمنى يا رب ان هو هيكون ما في عيانه. فهنبدأ الاول خالص على ايه هو? احنا اتفقنا ان البي بي سي ده ده عبارة عن بوردر. من اسمها بي بي سي ده عبارة عن بوردر للريسورسيس بتاعك. فانت دلوقتي لما بتيج كريات ريسورسيس على اي دابيو اس فانت بتحطها جوه بوردر. البوردر ده اللي هو النتورك بتاعتك اللي هي البي بي سي. تمام? البوردر ده احنا الفايدة منه. احنا بنستخدمه عشان ايزوليت الرسورسيس بتاعتنا. يعني مسلا انا عندي دلوقتي اي سي تو ماشين اللي هي يعني عني عندي اي سي تو ماشينز انا مش عايز الاتنين يكلموا بعض. او عندي الريسورسيس مش عايز اتكلم الريسورسيس التانية فبحط كل واحدة في ديفرونت بي بي سي. اه مش بس كده فيه ناس بتاخدها كأورجنيز حتى لو تخلي الاتنين يشوفوا بعض. فيه ناس بتاخدها من ناحية شوية ان هو يحط الريسورسيس دي الوحيدة والريسورسيس دي الوحيدة وهكذا. فدي الحتة بتاعت البي بي سي. ايه ده بيقسم البي بي سي كده تقسيمة انا شايف انها لذيذة قوي. انهم بيحط لك بي بي سي اه بالريجن يعني انت مسلا عندك الريجن بتاعت اه ا ا ا ا ا ا ا دي فيها بي بي سي. ال بي بي سي ديت جواها السابنتس. السابنتس ديت متوززة عال اه رزق الكلام المرة فاتت عال باستخده دي الموجودة في الريجنز دي. تمام? اه باي دفولت زي ما قلنا احنا عندك وان في بي سي بالريجن. وعندك اه متقسمة على معلك انك متقدرش تكريد في بي سي لأ بتقدر تكريد في بي سي عادي بتقدر تكريد سابنتس عادي زي ما انت عايز. اهم حاجة انت بتزبط بتاعك بس. ايه هو بقى البي بي سي بيرينج? انت لما يكون عندك بقى كل في بي سي فيها اه اسو ماشين. انت محتاج الماشينزي او مش لازم اسو ماشينزي يعني ري سورسز جوا البي بي سي. انت محتاج الري سورسز دي. تكلم الري سورسز اللي موجودة في اناظر في بي سي. فساعتها انت بتعمل حاجة اسمها بي بي سي بيرينج. انك بتكوننكت تو في بي سيز على بعض. فده ايزوليت. اه 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 ري سورس يعني او ده كنبون انت جوا البي بي سي مش ري سورس. احنا بنستخدم الكمبوننت ده عشان نربط ببعض. زي الدياجرام كده ده موضح ان انا عندي تو في بي سي بي سي بي سي بي. كل واحدة فيهم جواها سابنت وكل واحدة فيهم جواه ري سورسز. فانا بحتاج الري سورسزز تتكلم بعضها فانا بربطهم بفي بي سي بيرينج. حاجة مفروض نعمل لها نكونسدرها واحنا بنكريات البي بي سي بيرينج. ان ما ينفعش النفس بتكون البي بي سي دي بتوزع اي بيز او فيها الرينج بتقول واحدة رينج ده سيم عند البي بي سي بي. لازم اللي اتنين يكونوا ديفرنت عشان ما يحصلش اوفرلاب. اللي اتنين ده اصلا الريكوست مش هيتقابل اصلا لو انت قدامها برضو رزق الكلام باستفادة مرة فتل عالسكورتي جروب او سريعا كده سيكورتي جروب ده عبارة عن لبعض الريسورسز الموجودة على اي دابيوز. زي وزي اللامدر. فالسكورتي جروب ده زي على الريسورسز ديت. فانت لو محتاج الريسورسز يكلموا بعض وكل واحدة فيهم موجودة في وفيه بي سي بيرينج ما بينهم. انت محتاج تنابل البورت او الكونيكشن اللي انت هتفتحه على الريسورس ده. الحاجة الاخيرة انت لازم تكون صدرها الريسورس تيبل. انت بعد ما بتكريت الريسورس بيرينج مش معنى كده ان كل حاجة بتشوف بعض على طول انت لازم تعمل تزبط الريسورس بتاعك ان لو محتاج الريسورس الفلاني. الريسورس الفلاني موجود في الاناظر بي بي سي دي. هيروح عن طريق الريسورس بيرينج ده. اوكي. في اي حاجة مش واضحة في الحتة الصغيرة اللي انا قلتها دي. انا ممكن نفتح اسئلة المد التدقتين. هاخد سؤالين. لو في حد عايز يسأل حاجة ري ترفع ايدو. اوكي تمام. طيب ازاي. في واحد اسمه مينة بس عايز يقول حاجة ومحمود ممكن مينة ابتدي وبعد كده محمود بعدي. ماشا انا شايفهم. مينة عايز تسأل سؤال. اه. اه. كنت عايز اجعلاتي انا اللي فهمته في حتة اللور الريوتينج او الري بي سي بيرينج. ان هو لازم بحدد الريوتينج بتاعي بعمله ان هو لو عايز يطلع الصمنة تانية يطلع من اللور الكمبوننت بتاع البي بي سي بيرينج. صح? بالضبط. طب هل لازم يبقى استاتيك? يعني ما فيهوش حاجة ديناميك مسلا? يعني ايه مش فهمك يعني استاتيك? يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه معينة على طول يعني? اللي انا فهمته من قصدك ان هو انا لازم بحدد. انا مثلا حيط اللي هو في البي بي سي لازم يعني بحدد انه عشان يطلع للصابنت التانية بيطلع عن طريق البي بي سي بيرينج. تمام. دي لازم يعني قصدي لو مسلا انا عامل مسلا كزا في بي سي بيرينج مسلا لازم اعملها يعني مسلا بحدده في الراوتينج تيبل مانيول بش بتسمع اوتوماتيك. لا 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 ما بتتعاملش اوتوماتيك. لا انت لازم تكتبر لازم تكون فيجر الراوت تيبل بتاعك بو الفي بي سي. تمام. ان هو لو عايز يكلم يعني مسلا خليناك طيب احشرح لك دي في الدياجرام اللي قدامنا ده. اه تمام. في حدي تاني عنده سؤال. بتهالي كده تمام ممكن تكمل ممكن رسا عقب على حاجة هي فعلا اقول لازم تعملها انت با ايدك. اه لو انت عايز بقى تعمل حاجة ديناميك ممكن تستخدم بقى فروتك تاني زي افياتريكس. بس دي قصة تانية ممكن تديك فليكسبيلتي بان انت تعمل الكلام ده بديناميك فروتوكول يعني. لكن ال الطريقة اللي كان محمد بقول عليها دي طريقة مانيول. تعتبر. كامل يا محمد. شكرا. طيب. how it is work? دلوقتي لو احنا عندنا مثلا. for example عندنا اه تمام? عندنا او بي و سي. بي محتاج اتكلم ايه? والسي محتاج اتكلم ايه برضو. فاللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل ان انا عايز اكونكت على البي بي سي دي. بديله الاكاونت اي دي بتاعي او لو هي في نفس الاكاونت بديله الاي دي بتاع البي بي سي. وباركوست. وباروح من ناحية البي بي بي سي التانية وبقى يعني بقى اكسبت الريكوست. تمام? ومن ناحية البي بي سي دي برضو نفس النظام. انا كده عملت ما بين الاتنين دو. دي اول ستيب. تاني ستيب ان انا هكون فيجرة الراوية بتاع كل البي بي سي. انها هاجي على كل البي بي سي منهم. واقول مسلا يعني دي مسلا واخدها اه عشرة زيرو واحد. مسلا يعني. هاجي على دي واكتف الراوية تابل انت لو محتاج تكلم ده. لو محتاج تكلم بتاع البي بي ده. هتطلع على البي رينج ده. وده لو اخدو اي بي هات تانية برضو لو محتاج تكلم الرينج ده هتطلع على البي رينج ده. تمام? هنت صغيرة بقى كده. يعني ده متعيلة الاجابة بتاع السؤال بتاع مين ايه? آآ هنت صغيرة ان في الشكل اللي قدامنا ده سي مش يقدر يكلم بي. هما الاتنين يقدر يكلموا ايه? لكن ما فيش واحدة فيهم بتقدر تكلم التاني. تمام? عشان اهدي هنرجع لها كمان شوية. احنا دي لسا اينا لها اينا ان احنا في الاول خلاص بنكريات ريكوست. والاناظر والناحة التانية بي اكسبت. حتى برضو عايز اقولها ان البي رينج مش بيشتغل في نفس الاكاونت واس. يعني مثلا نفترض سناري دلوقتي اللي انت شغال في الشركة وفي شركة تانية برضو شغال على اي دابيو اس وانت محتاج انك تكلم موجود هناك وما يكلموا رسوس الموجود عنك. نفس فكرة الفي بي انيان. آآ فانت بتعمل ايه? ممكن تعمل البي بي سي بيرينج برضو مابين الاثنين. ساعتا انت بتدهوله بتديل الريكوست ساعة انت بتدله اله اي دابيو اس اكاونت اي دي وبتدهله في بي سي اي دي. والناحية التانية هم بي اكسبتوا الريكوست بتاعك. تمام? برضو بتنفع لو انت عندك آآ ملطبل اكاونتز على الـ. اكاونتز مش اي اي ام يوزر عشان في فرق مابين الاثنين. اللي بيبقى عندك اكاونت تحت الروت يوزر في بيبقى في كزا اكاونت وبيتقدر تسيجريجيت الريسورس بتاعتك على الاكاونت دي كله فانت ساعتها برضو تقدر تعمل بيرينج ما بين الاكاونت دي كله تمام هو بيتبقى two steps create ويأكسبت ده المين steps ساعت ربقى بعدها configuration بتاعت راوي التابل وهكذا الدياجرام ده بتاع 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 البي بي سي بتاع البي بي سي بيرينج في الاول خالص انت بتانيشيات ريكوست يا اما يبقى يا اما يبقى فالد لو فالد بيبقى لان تقريبا في مدة كده بتبقى حوالي وان ويك هنشوفه برضو كمان شوية ونتأكد منها او بيحصلوا رجيكت الناحة التانية بيعملوا رجيكت للريكوست بتاعك وبرضو بيقى تمام او بيحصلوا دليت برضو بيقى او بيحصلوا ويبقى اكتب فيبقى او ممكن بعدها بعد ما يحصلوا اكتب انت تقدر تعملوا دليت او يعني الاتنين دول واحدة تقدر تعملوا دليت فيبقى فدي دي شكل بس اللي بيحصل يعني احنا ممكن نمشي سريعا كده نحاول نحاول نكريت فيبسي او بيرينج يعني مايش انت حاول بتعملها دلوقتي ولا قبل ما نخش في ترانزيجي تويب او بالزبط عشان هما الموضوع يبقى واضح شوية قدامهم او كي انا بس عندي مشكلة صغيرة في الشيرينج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا ممكن بس عبارة ما انت تعمل الشيرينج يعني عيد تاني على الكلام اللي انت بتقوله ان ال VPC دي بتبقى زي ما قلت المرة اللي فاتت هي زي logical كده container بتحط فيه كل حاجة اللي هي علاقة بالنتورك تمام فانت بتقدر ان انت تكون فيجر تحتيها السبنت بتاعتك ماشي وبعد كده بتزبط بقى في السبنت Z الرouting بتاحها يبقى عامل ازاي يعني وتحط ال resources جوا السبنت Z فممكن يبقى عندك تحت ال VPC كذا سبنت وبعد كده بقت او من resources جوا السبنت Z example على resources دي ال EC2 instance زي ما قلنا المرة اللي فاتت فممكن مثلا بتعمل ايه بتconfigure EC2 instance بتقول ال EC2 instance دي هتبقى في السبنت الفلانية السبنت دي المفروض ان هي بتبقى mapped availability zone وتحت ال VPC بعد كده تاني خطوة بتحتاج تعملها ايه بعد ما تكون فيجرت ال EC2 instance جوا السبنت دي عايز تقول ال routing للسبنت دي هيبقى عامل ازاي فتبتدي بقى تزبط ال routing للسبنت هادل ال routing هتلع على الانترنت هتلع على على VPC peering تانية هو ده اللي محمد هيورهونا دلوقتي هيكريت لنا التو VPC ويعمل بينهم peering ويزبط ال routing بينهم بحيس ان الاتنين VPC دول يقدروا يتكلموا بعض فاضل يا محمد احنا دلوقتي اه على ال VPC resource على AWS احنا في الزوم بتاعة الريجن بتاعة احنا بادي فلزا ما قلنا احنا عندنا وان بي بي سي بالريجن فحدي ال VPC اللي عندنا ال VPC الواحدة دي جواها الصبنت دي الصبنت دي متوزع على الموجودة احنا لو رجعنا تاني على ال VPC محبين ان احنا نكريت VPC هندينه اي نيمة هندينه نفس الصيدر بلوك ده طبعا الصيدر بلوك ده انا فتح له بس كده ان هو يعدل في الاخير ده بس وعملنا كرية ال VPC دي انا كده ان دوب ان انا عندي تمام? اللي انا كاريتها والديفولت الموجودة ايه. لو جينا بقى ناخد ده بتاع ال VPC دي. وننزل هنا هنلاقي في تحت هنا تحت ال VPC انا كده ما عنديش اي لو جيت هنا قلت كريتنا اي بيقول لي انت يعني انت عايز تربط ال VPC نهي. فانا اقول له اللي هي ديمو دي. والبيرنج هيبقى على الاكاونت بتاعي. وقلنا لو عملتها انا زر اكاونت هيطلب مني الاكاونت اي دي تاني. فده الاكاونت بتاعي. هو موجود في نفس الريجن. هو اجب هالي من غير ما انا اكتب الاي دي بتاعها. فهنربط بالتانية. بس برده عشان الناس الناس ما تتلغبطش حتة الاكاونت زي احنا ما تكلمناش عنا فما يعني اي ما تتخضش بس هي ما تشرحتش لسه. هنحاول ان احنا يعني قدامنا حاول نتكلم عن حتة الاكاونت وازاي الاكاونت بيتنظم ويتحط تحتي اكاونت وحاجات بالمنظر له. بس الخلاصة هنا ان انت قبل ما تعمل اي حاجة انت محتاج يبقى عندك اكاونت اصلا على AWS تقدر من خلاله تكاريت الريسورس بتاعتك. فضل يا محمد. فانت بعد ما بتخلص الريكوست بتاعك المفروض هيلائي في حاجة ظهرت عنده هنا. هيلائي في بيرينج ريكوست وقف عنده والستيتس بتاعته انا لو دخلت على الريكوست ده. ويفتعل اكشن. وقلت له اكسبت. هي اكسبت الكونيكشن ما بين الابني. كده وقضت هالحاتة بتاعت البيينج بيحد عنده اي فاسل. لو حاد عنده سؤال يا ريت يرفع عيدو. تمام يا محمد. خليني امسح. في واحد بيسألك في واحد بيسألك بيقولك هي البي بي سي دي عاملة زي سيرفرز في اماكن مختلفة. هي البي بي سي مش سيرفرز احنا قلنا البي بي سي ده AWS ريسورس. ده فايدته انك ده بوردر بتخط فيه الريسورس بتاعتك اللي هي السيرفرات فرقزامبل يعني الاسي توب ماشينز تمام. فانت محتاج مثلا انت عندك خمس ماشينز انت محتاج الماشينز دول يكلموا بعض. ومحتاج عندك كمان خمس ماشينز تانية. الخمسة دول مش عايزهم تكلموا خمسة دول. فانت بتحط كل واحدة في بي بي سي في نتورك مختلفة. بي بي سي فيرشول برايفت نتورك. بالظبط اي برايفت نتورك. بالظبط اسمها برايفت نتورك. كانك عملت اي بالظبط لما كاريت البي بي سي دي كانك روحت في داتا سنتر حطيت سويتشات وراوترات ماشي. وحطيت subnets وحطيت سيرفراتها في المكان ده كأنك حطيت سويتشات مع بعض وsubnets وحاجات بالمنظر ده في حتة معينة فهي يعني بس هو الكونسط مختلف شوية في AWS في واحدة في إسلام كان عايز يقول حاجة هو واحد بريسي تعمل بيرينج يعني هل في حد بيعمل السيناريو ده بنتهي ده عندك من VBC على نفس الريجين وتعمل بيرينج ما بينهم ولا في الأغلب بتبقى الناس بين تقولت في الأغلب بالناس بتشترك ترانسك جيتوي ولا VBC نذكره مع ترانسك جيتوي سبقا لكم عندي أنا جوه الريجين الواحدة هل ينفع أعمل أكثر من VBC هل ينفع إن أنا أعمل بيرينج ما بينهم ولا ده ما بيحصلش في الريفاكشن ده بيحصل عادي هل لي قيمة هل فيه كيسز محتاج نعمل فيها حاجة زي كده طبعا أو طبعا لو أنت عندك زي ما احنا قلنا دلوقتي أنت محتاج بس تستخدم VBC إنك تأيزوليت أو مش تأيزوليت بقى إنك تأرجانيز بس الريسورس بتاعتك فأنا مثلا عندي أبليكيشن معين فأنا أحطه في VBC والأبليكيشن التنين يحطه في VBC تانية بس أنا في الآخر أنا محتاج الـ two servers أو الـ two applications يتكلموا بعض فأنا ممكن أحط ده VBC وديه VBC وأعمل بيرينج ما بينهم اللي اتنين شايفين بعض بس أنا عملت إيزوليشن بس مشاكلة فيه قيمة أقول حاجة زي كده بس يعني ممكن تبقى حتى Advanced تخيل مثلا أنت ممكن تكاريت VBC دي حطيت فيها Firewall ماشي وعايز الـ VBC الثانية الممكن اللي معاك في نفس الريجون يعني أنت عندك ريجون فيها Firewall دلوقتي ماشي وعايز الـ VBC اللي معاك في نفس الريجون في نفس الريجون بتاعت الفايرول دي والـ VBC اللي في ريجون تانية يتكلموا مع بعض من خلال Firewall فساعتها تضطر تعمل الـ VBC Peering أو بقى Transit Gateway أو I-N-K ممكن بقى في الحالة دي مثلا يبقى 2 VPCs هيكلموا بعض والاتنين مع بعض مثلا في نفس الريجون ده إجزامبل يعني تخيلي بس هو فيه 100,000 use case يعني ممكن نقعد نتكلم في الـ use cases هنا هي كتير جدا وحسب بقى كل واحد ودماغه وكل واحد وحسب هو عايز يعمل ايه فهي بقى ده يعني هتخدنا في discussions طويلة شوية تابعي بالإجابة المفهود قدام المفهود قدام إن شاء الله نعمل سيناريو يعني مفصل وكبير في الحتة دي فواحدة واحدة عن الكلام برضو في ديب سيناريوز إن شاء الله تمام نكمل أتفضل لأنه نحن ما نعتقد إن أنت كده ممكن تكمل فيش مشكلة أوكي هندخل بقى في الحتة بتاعة الترانسك جيتوي اللي فقد أقول لكم بس بننترودقت كده لحتة بتاعة الـ Vbc عشان نفهم لم نجد نتكلم ايه الترانسك جيتوي الترانسك جيتوي ده إنتركونكت ذلك للـ VBCs تمام؟ انت بتقدر تكونكت عليه الـ VBCs سواء اللي عندك سواء اللي عند سواء ال امبرمسيز نتورك. تمام? فدا بيكت از ما بيكت كل الروسوس دي. تمام? بعيد يعني الدايجرام ده اده بيو اس. ده بيوضح ان ال اي ديو اس ساكده بيقدر يكونكت مع كل ال امازون بي بي سيز بيقدر يكونكت مع ال بي اين كونكشنز بيقدر يكونكت مع الداير ايه ده بيقصد دايركت كوننكت. برزق كان الكلام مع دايركت كوننكت المرة اللي فاتت. ده اللي انت بتغير التكوننكت بيه على الان بريمس از نتور. اوكي? اه ترانزك جيتو اي بيبقى نفس الشكل ده كده بالزبط بيقى اقف النص. واحنا لو عندنا مسلا في السيناري ده عندنا سريه اي 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 او بي و سي. اه محتاجين ان احنا التلاتة دول اللي نربطهم او يشوفوا بعض. الاول كنا هنعمل ما بين كل واحدة والتانية. لا احنا هنا بس هنالية وهنت ترانزك اليتوي دا هنربطه بالحاجة اسمها التاشمنت. الاتاشمنت ده بس ازه ه ما انت عملت اللينك ما بينهم العاتين. عمل لينك بالايدة بين الترانزك جيتوي والفي بي سي. فانا عمل att 대해서 میںت ما بين على ايه? وعلى بي وعبا قال لا كده ربطتي الا TRANZIC جيتوي الفاليو بقى اللي انا هستفاده هنا. هستفاد ان انا بتاعته هي اتبقى من ناحية واحدة بس. احنا هنتكلم عادي يدي بلي شوية قدام شوية يعني هنا لسه حال اه في حد عنده سؤال في الحتة دي يا ماشي في حد عنده سؤال طب في الحتة دي سريعا تفضل يا محمود اه اه انا اه انا انا سؤال اه هل اما الترانسوك توي ممكن لازما من في بروفايدر واحد يعني أزمن تكون AWS يعني ممكن التشفيهها في بي بي سي مسلا في GCP أو أي جور أو أي حاجة تانية ممكن محمد ممكن تطلع فوق سنة ممكن تطلع بس في السوق فوق سنة بحيث ان احنا بقى شايفين الرسمة بالظبط كده وتفضل رد يا محمد نشوف الرسمة سنة تحت 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 كمان اللي هي الرسمة بتاعت ترانزيت جتوية حيث ان احنا لما نسأل اسئلة نبقى الناس شايفة الرسمة تفضل يا محمد اعتقد ان هو ينفع ما ان انا مجربتاش يعني ما حصلش يوز كيس ان انا مجرب حاجة بس I think ان هو ينفع هو انت بتسأل ان ينفع تكوننكت ترانزيت جتوية بي بروفايدر تاني ده كان سؤالك محمود اه اه ايوه انا كنت ميوتيت ايوه هو ده السؤال اللي هو عايز اربط VPC في بروفايدر مثلا زي Azure او GCP مثلا بVPC موجود عندنا مثلا في بروفايدر AWS طب انا ممكن ردنا على سؤال ده محمد اوه تفضل في رأيي انا لا لانه هو ترانزيت جتوية ده لوكل في AWS يعني هو كمبوننت في AWS Azure مش هتفهمه ماشي ولا GCP يفهمه ما يفهمش ايه ترانزيت فالترانزيت جتوية ده لوكل كمبوننت جوه ال AWS بفايداته انه هو يخليك تكوننكت ال VPC ببعض ما تقدرش ان انت تستخدم ترانزيت جتوية ان انت تكوننكت بترانزيت جتوية تاني ممكن تستخدم ترانزيت جتوية ان انت تكوننكت بحاجة برعة من خلال ال Direct Connect وحاجة اسمه Virtual Interfaces بس ترانزيت جتوية يبقى مفهوم بالطريقة دي في Azure لا في بقى كونسب تاني خلص ممكن برضو كان ردي انه ماش هينفع يروبطه Direct هو يقدر يروبطه بكمبوننت هناك يعني اصله Direct وكتوية بعد كده يروبطه وهناك اكيد فيها لفة بس هتوصل لها هنا بس مش بنفس الفكرة دي مش بنفس الفكرة والsimplist اللي جوها AWS بالظبط كده بالظبط بس اكيد من ال Workaround يوم بالظبط فيه concept اللي انت بتتكلم عليه ده اسلام ماشي هو concept Multi Cloud Connectivity كان فيه حد قال بقى Third Party ممكن يعملك حاجة زي كده وهو ده اللي انا كنت بقوله اه في Third Parties ممكن يعمللك اللي انت بتقول عليه ده بالظبط يكون فيجر في AWS ويكون فيجر جيتوية تاني هو هو طبع Third Party في Azure والتو جيتوية دول يتربتوا ببعض وبالطريقة دي تقدر ان انت تتكوننكت resources في AWS بأجور بس خلينا ده انا شافناه كده احنا off topic فخلينا يعني ايه نرجع تاني للتوبيك بتاعنا اسلام عايز تقول حاجة؟ اه ممكن بس لو دلوقتي ايه نعمل مقارنة بين عمليات الربطة يعني الصور اللي فاتت ماليش كده انت لتتتنا انا كنت عايز اقولها كنت عايز اتكلم في الموضوع ده عايز تقارن ال VPC Peering بال Transit جيتوية مظبوط كده؟ هنقارن هنقارن بس يعني اه بس اتارت جنوكت بالضبط ال direct connect off topic ما عليش خلينا نبعد عنه شوية ونتكلم عنه بعدين في المطلق على المطلق عملية الربطة محمد ممكن بس اضيف نقطة لو تسمح لي اضيف نقطة وانت ممكن تكمل عليها قدام لو انت خدت بالك هنا VPC A كانت عشان تكلم بي و سي كانت محتاجة تعمل 2 VPC Peering مع بي و سي دلوقتي هتعمل وحدة مع Transit B2A هنا فكرة صح كده؟ تفضل 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 حسنا ما عليش هوقف الاسئلة يا جماعة محمد ما عليش جوه هيدا ناسف لو عطنك شوية لا لا ولا يهمك اه احنا ممكن نبص على انا بس احطت كل اللينكز دير عشان الPDF دي تكون معاك ولو انت عايزين تبص عليها في اي وقت تبقى ده نفس الدياجرام اللي كان معنا فانت لما بتعمل transit gateway في النص وبتربط VPCs بوان transit gateway using فانت ساعتها بتكون فيجور الروت تابل علشان يقدر يفهم مين رايح فين فده شكل من شكل الروت تابل بتاع الـ يعني حاجة فاليو كبيرة جدا بيقدم الـ ان هو بيديلك انك تعالك تمام احنا لو في الـ احنا كنا بروح على كل ونعمل ان انت لو محتاج الـ هتطلع على الـ ونروح على الـ ونقول انت لو محتاج الـ هتطلع على الـ وهكذا على كل الـ لكن في الحتة بتاعت الـ الـ يعني بتاسوشيات الـ الـ على الـ فانت في الاخر بتمانج لكل تمام انت لو كان يعني انت مسلا انت محتاج الـ انها ما تتكلمش مع اي حاجة تانية وعلى ايه ولا بيه انت محتاج دي بس كده مع نفسها ومحتاج الاتنين دول يشوفوا بعض ساعتها انت يبقى عندك هنا two row tables والattachment بتاعت C دي هتكون رابطها بالـ row table ده وهتبقى على الـ row table التانية هتبقى رابطها على two attachments بتاعت A وبتاعت B ففي الاخر خالص هيبقى عندك VPC A بتقدر تكلم B وB تقدر تكلم A بس C بتقدرش تكلم اي حاجة ما فيش ايه ترافك هيطلع من C روح لـ A ولا هكذا فانت الـ بيقدمة transit gateway انت عندك one row table الone row table ده انت بتكونفجره وبتعمل isolation بتعمل كل الحاجة معك تمام؟ ده شكل من اشكال الـ records اللي بتبقى معموله الـ propagation ده ان انت لو عايز تستخدم transit gateway ان هو بس يروت ما بين كل الـ VPCs اللي موجودة عنك فانت محتاج كل الـ VPCs يكونوا كلهم يشوفوا بعض فعشان ما تكتبش records كتير قوي فانت بتـ enable حاجة اسمه الـ propagation مع الـ record بتاع الـ route والـ propagation ده بيوزع الترافك كله على روح بيخلي كله شايف بعض تمام؟ فانا محتاج الـ VPC A تطلع من على الـ بتاعة الـ VPC A بالـ propagation والـ VPC B تطلع بالـ الـ Attachment اللي هي مربوطة أصلا بالـ VPC التانية تمام؟ بس ده الـ configuration بتاعة الـ والـ VPCC بتطلع بالقتاش متى الـ VPCC بالـ propagation ده شكل الـ diagram كده سريعا هيجي بها الاسئلة اللي انتوا كنتوا بتسألوها الحتة بتاعة يعني احنا مقسمونهم كذا تقسيمة كده صغيرة من ناحية الـ VPC انت بتقدر تعمل تقدر تعمل على الـ VPC بس انت كل كل انت تحتاج بتاعة الـ الـ فانت كل يعني انت كل هتحتاج تربطها بالتانية انت لازم تعمل ايه؟ وتأكسبت من ناحية التانية تمام؟ فانت لو هتـ مثلا ان انت عندك انت بقى فانت عندك VPCs كتير جدا فكل VPC انت محتاج محتاج مجموعة VPCs كده يشوفوا بعض فانت هتيجي على كل واحدة فيهم هتيجي مع كذا واحدة فيهم وتعمل ما بينهم كلهم وهتيجي عليهم كلهم وتكون في الـ تمام؟ فالـ فالـ متعمة جدا لنما لو رحت الـ هو بيـ بـ وكمان الـ والـ الـ الـ جدا جدا فيه لو هنتكلم في فـ الـ بي بي سي بيرنج ليه احنا نتكلم في الحتة بتاعت بتاعت الـ وبتاعت الـ تقدر تستابلشه فإحنا لو بصنا على القوتة بتاعت الـ بي بي سي كنكشن كده بي بي سي بيرن كونكشن فانت الـ 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 تقدر تعمل تقدر تـ تكونكت على خمسين بي بي سي خمسة وعشرين منهم انت تقدر تعملهم و الخمسة وعشرين تانيين هيجيوا لك تمام؟ انت لو عايز اكتر من كده هتقدر هتعمل و هتقدر و هتريكوست اكتر من كده بس هي ليها تمام؟ الـ مش تقدر تجيبه تاني مفروض دي الـ بتاعت الـ انتما من ناحية الـ هو ده اصلا هو يكون فانت بتقدر تعمل و تقدر تهندل كل الـ دي من ناحية الـ من ناحية الـ فزي ما احنا قلنا في الـ اللي فوق ده ان انت لو عندك السيناريو ده فانت سي مش هتشوف بي لكن بي هتشوف اي و سي هتشوف اي فانت لو محتاج اللي تنين دول شوفه بعض هتعمل برضو تانية وهكذا لو محتاج واحدة تانية تظهر تانية تظهر هتحتاج تربط ما بينها ومحتاج الـ تانية تكلمها وهكذا هتقدر كل الـ بي بي سي على حضر انها بتقدر بي كده اللي هي بتاعت انت بتقدر تخليهم كلهم يشوفوا بعض فمجرد انك ما تعمل لها التشمت وتربطها معها لو بتانضب مع بي بي سي اسكترة جدا فانت بتقدر تراوت كل الـ الـ الحتة بتاعت الـ اللي احنا قلنا عليها الـ بيرنج كل الـ انت هتمناج الـ الـ لكن الـ انت بتسنتراليز الـ هو سنتراليز الـ الـ انت بتمناج كل حاجة من عليه هو هناخد الحتة دي كمان عليش ممكن اسأل بس على حاجة عليش انا ممكن اسأزن بس محدش اتكلم من غير ما نديله اذن عليش انا بس ازنك عليش عليش انا اسف انا بس ممكن الاسئلة بتاعتك تكون موجودة في السكتشن الصغير اللي انا هقوله ده فانا ممكن اخلصه وبعدك هناخد الاسئلة تمام ماشا الـ الـ اللي بتيجي من الترانزيك جيتوي ايه الـ اللي انا هاخده وهل معنى كده ان انا استغل عن الـ واروح للترانزيك جيتوي مابقيا كده مفيش كمبوننت هيتعرض مع كمبوننت هي كل دي الريسورسز او كل دي كمبوننت يعني ده كمبوننت جوه الـ والترانزيك جيتوي ده ريسورس فهم مش هيتعرضوا مع بعض بس كل واحد فيهم لاستخدام تمام الترانزيك جيتوي بيسيمبليفاي فانت لو عندك فانت تضار الموضوع ده فالموضوع مش هيبقى اي كومبليكس هتي هي تمام من ناحة فهو بقدر يمانج كتير جدا وانت مش مش هتكون صدر انك معاك دلوقتي او ما عندك رابط الـ دلوقتي وهكذا اللي احنا اتكلمنا فيها ان هو انت مش هتقدر يعني انت مش مش كل هتربطها تحتاج تربط الـ وانفجر الـ على الـ وهكذا لا انت بجرد ما تربطها وتقول لها اي ترافيك دي مش عارفة يروح لـ هيمانج الدنيا دي كله بيقدم لك برضو حتة بتاعت الـ الـ فهيكون عندك واحد هتمنج من عليه كل الـ كل الـ او على الاقل كزا كزا راوة يعني مش راوة تيبل واحد بس ممكن يكون عندك يعني هيبقى عندك راوة تيبل ده طبعا كل واحد بيفرق على على الدزاين الموجود عنده وطبعا وكلام ده فانت في الاخر مع فانت مش بتدعب نفسك قد ما بتدعب نفسك في الحتة تاعت الـ الـ منستخدمهش لأ طبعا نستخدمه بس في الحاجات السهلة يعني اكيد مش عندي بس محتاج الـ فهروح كريتلاها هو يعني هو فاحنا بنستخدم الحتة لو عندك صغيرة فانت بتستخدم تستخدم الـ عشان تربط كزا حاجة مع بعض والـ بتستخدمه لو انت عندك كومبليكس او كومبليكس انفيرومنت الـ برضو تنويه صغير من الـ تقريبا مع الـ أو الـ الـ حد عنده بقى اسألة في الحتة دي ممكن ان نسرف عاديها لو سمعتم هبتدي بمحمد بس شكنا عايز يسأل لو حد تنعايز يرفع عايده ويرفعه مفيش مشكلة محمد تفضل عندك اوه انت عايز اسأل بس على حتة الـ بيقول بمعنى ايه انا مش فهم مش قادر افهمي اوكي مش احنا هنا لما كنا جاينا وروحنا هنا على الـ وعملت الـ تمام؟ تمام الـ ورجعت تاني على الـ مش تقاتي الـ موجود هنا وكارت الـ بتاعته بندنج اه ده الـ بتاع الـ لو انا سبته بندنج كده هيدليت اه خلاص ومقدرش عامل الـ تاني لا الاناظر صدي يقدر يعمل الـ تاني عليك اه بس انت نفسك مش قادر تعمل الـ تاني لا تقدر تعمل الـ بس الـ اللي جاي لك ده جاي لك من حد تاني اه اه انت بتديله الـ بي بي سي اي دي بتاعك عشان يكوننكت عليه ومتديله الـ الاكاونت اي دي بتاعك تمام؟ اه هو اللي كده يستبلش كوننكشن تاني بس بس دي الـ عشان بس ما نلعبطش الناس احنا هنا رجعنا تاني نتكلم على الـ مش الـ ترانزل جيتوي ترانزل جيتوي ليه خلص تاني غير الـ و الـ المفتوض ان محمد هيشحوهن دلوقتي في حد عند اي سؤال قبل ما نتكلم عن الحاجات بتاع ترانزل جيتوي ازاي ان انت تقدر تـ تستبلش الكوننكتيفة ما بين بي بي سي و ترانزل جيتوي حد اي زر فايده محمد جوهيد لو عايزت تشوح لنا الكونسبس بتاعت اوكي هنتخد بقى في الكونبوننز بتاعت الكونبوننز بتاعت ومعليش لو مش هاطعك ممكن نشحق الكونبوننزي وبعد كان اخد خمس دقيقة وعشر دقيقة عشان ممكن الناس تتعب وانت برضو ترايح نفسك شوية اوكي ممكن ناخد اقوى ممكن ناخد يعني السبعة وتمانية سبعة وتمانية وخلاص ايش اوكي يبقى سبعة وتمانية وناخد السالة وبعد كان نرايح عشرة دقيقة اوكي عشان ندخل بعدها في الترافون ان شاء الله طيب في مين كمبوننز كده وفي حاجات اكتر من اللي انا حططتها ديت بس انا حطط لك كده تحت ان انت لو محتاج تفهم اكتر فانت معك اللين كده في مين كمبوننز كده اسمه الاتاشمينت انت دلوقتي لو عندك 3 VBCs 3 VBCs دول انت محتاج انهم التلاتة يشوفوا بعض خلينا نجيب اي شكل دياجرام كده عشان موضوع يكون وضع انت محتاج تربط 3 VBCs دول ببعض فانت انت عندك وعندك 3 VBCs تمام فانت بتكريت والattachment ده بتربطه بالVBCD تمام وبتكريت عندك هنا attachment في الترافزيكت وي وتربطه بالVBCD وهنا attachment برضه وتربطه بالVBCD انت كده عملت ايه انت كده عملت establish connection انت كده لسه مش connected مع بعض انت كده كأنك عملت بس ما فتحتش تمام فانا كده عملت ببعين ال VBCs دول حاجة اسمها component ده اسمه الاتاشمينت تمام فانت الاتاشمينت ده ده بتقدر تربط بي اكتر من VBCD على نفس لو جينا نبص الحاجة التانية احنا قلنا ان احنا هنا انت لو محتاجهم كلهم يشوفوا بقى فانت بتكريت على الاتاشمينت كلها تمسك الاتاشمينت ده تشتغل عليه واللي بتاع A و B اللي اتنين شغلينها على فهي الان ضف الاخر ان انت A و B بيكلموا بعض بس C مش بتقدر تكلم حد او حد مش بيقدر يكلم فدي ده merci فانت انت تقدر تقوم بتقدر نفسيات وتقدر تخلي وان راويت تيبل لكن الراويت تيبل كل الاتشمنت تقدر تستخدم وان راويت تيبل. دي بس كده كانت سامري يعني. ان احنا بنستخدم عشان يبقى ويبقى برضو سنترولايزد. فدي برضو كانت حاجة بس كده سامري يعني لو انت محتاج تكديب اكتر فانت ممكن تفتح اللينكس اللي انا خططها دي. طب الناس بتسأل هلأ الناس كانت بتسأل بس هل ينفع ناخد اكسس على الكونفلونس بيجي? انا عملتها اكسبورت ازا بي دي اف وبعتها لكو. ففي شوية افتس برضو انا هبعتها لكو تاني. يعني هي نفس البي دي اف اللي اتبعتت للرزق بعتها على الجروب. فهو انا بس عملت كزا قبضت صغير فانا هكسبورتها ازا بي دي اف وبعتها لكو تاني. ممكن تطلع على الرسمة التاني بحس لو فيها اسألة هتنبقى برضو شايفين الرسمة. وبس هقول على اللي انت قلت انت قلت ان انت ال VPC بتكرت attachment مع transit gateway. يعني انت بتكرت transit gateway الاول وبعد كده تيجي ال VPC دي تقول ال VPC دي هتبقى attached لل transit gateway. مظبوط كده. بالضبط. وما تشغلوش بالكو بالحطة بتاعت التكنيكل لان احنا لسه هندخل في الحطة بتاعت التكنيكل. وهنشوف كل حاجة. بس هنكريتها ب using telephone. طب انا بس كنت عايزة اللخص تاني في تكرت transit gateway وال VPC بتوصل لل transit gateway بattachment وال transit gateway دي بيبقى routing table بيقول الدنيا ازاي هتتتروت صحي كده. وثالث حاجة في ال association. ممكن تقول لان الفرما بين ال association وال attachment؟ الحتة بتاعت ال association ديت هي مش فرق هي بس حتة يعني نظرية شوية. ان انت هنا في ال diagram ده انت عندك three attachments. تمام؟ كل attachment مربوطة ب VPC. حلو؟ one attachment متقدرش تستخدم two row tables. ده الحتة بتاعت ال association. انت متقدرش ت associate two row tables على one attachment. هي مش هتفهم كده هتروح تكلمين ولا مين هتشتغل على row table ده ولا هتشتغل على row table ده. هي لازم تشتغل على one row table. بس كل ال attachment تقدر تستخدم one row table. يعني ال attachment الواحدة ما تقدرش تستخدم اكتر من row table. بس انت عندك one row table كل attachment تقدر تستخدمها. ميش. ويعلقة ده بال association؟ ما هو ده دي الحتة بتاعت ال association. انه ده ال association اللي انت بت associate the attachment لل row table. طيب. ال association ده مش component ده مش component ده مش component ده حتة نظرية. ميش. ميش. ده اللي هو انت بت associate the attachment لل row table. طيب في حد عنده اي سؤال قبل ما نفض بريك. كله فيها من ال 42 بناء ده مفاهمين زي الفول. طيب اشكركم. يعني اشكركم واضح ان محمد عمل شغل عالمي. طيب اه ممكن. او ممكن مش عامل شغل عالمي وفي الناس بتطنيش خلصت. بس اتمنى لو في اي حاجة مش واضحة بجد ان تقولولي انها عشان. انا عمدها بحاولها تابع لأسرة في واحد بيقول بي ينفع تعمل transit في نفس الوقت. واخلي اي بي هات معينة عن طريق الروتنج او ينفع طبعا بس يعني ما حدش اعمل كيزم بسرعة. ده حاجة الحاجة تبقى وحشة بس يبقى عندك transit gateway مثلا وفيه VPCs connected على بعض بس فيه VPC تاني عايز تربوطها جوه. VPC محطوطة اصلا associated للtransit gateway ده او عادي. ايش هممكن نروضها على مروانة او. او بالزبط. بالزبط. does it make sense ان انت توصل بVPC تانية من خلال P-ring وTransit gateway. او مفيش حد نعمل كده. او ده ممكن نروضها على مروانة ا بالزبط. بالزبط. طيب احنا ممكن ناخد break دلوقتي تمانية سبعة واربعين. ممكن نرجع تمانية تمانية وخمسين. تمام كده. انا تمام بالنسبة لي. خلوصا هواقف ال recording ونرجع تاني recording فكروني لما نرجع كمان عشر دقيقة. او شايفين. او شايفينا. او شايفينا. طيب احنا اتكلمنا في النهاردة احنا كنا بنكمل على السيشن اللي فاتت. اللي فاتت اتكلمنا ايه اللي هو الرزق اتكلم في الحتة بتاعة ايه هو وشوية ايه كده يعني حاجة كده على الموجودة في ايه دابيوس. احنا نواردة كملنا على نفس واكلمنا عن الموجود في اللي هو وبيشتغل ازاي? ولي بتيجي معاه. وتكلمنا على وهو بيشتغل ازاي? وبرضو ايه اللي بتيجي معاه? وهو ايه? هو بيتعرض ولا لا مع الوستخدمه امتى? واستخدم احنا ان احنا نقدر نستخدم لو احنا ما عندناش لو احنا عندنا كزا محتاجين وهم يشوفوا بعض كده. او نستخدم لو احنا عندنا عندنا محتاجين نعمل للconfigurations اللي احنا بنخطها دي كلها. محتاجين نمانج one rawit table مش ملطب rawit tables على كل VPC. فساعة نقدر نستخدم transit gateway. انا بس كان فيه سؤال كان حد كتبه في الشات ان هو احنا نقدر نعمل على ال VPC الواحدة اكتر من rawit table. احنا احنا نقدر نعمل كده. واحنا ما قلناش حاجة تتعارض مع الحيطة. انت تقدر تعمل اكتر من rawit table وتقدر تعمل VPC تانية وتعمل rawits عادي براحتك جدا. احنا بنتكلم في concept تاني خالص من الهضة احنا بنتكلم عن VPC اللي انا عندي two VPCs وبنحتاجين اللي اتنين يشوفوا بعضا. اعمل ايه? بالزبط الحتة دي ممكن اصلا ما اكلمناش عنها خالص ولا في الساشن اللي فاتت ولا الساشن دي. دي حتة advanced networking ممكن هتيجي في sessions جاية. محمد لو عايز تبتدي في الترافورم ما يقعد لابين. انا استأذنك بس سانية واحدة ممكن نوقف سانية واحدة. ماشي اوكي هوقف اوكي. اه تمام في اي اسألة يا جماعة اي حاجة فاتت? يعني الناس اللي حاضرة معي الساشن من اول في عندهم اي اسألة في حاجة فاتت عشان احنا نتكلم في توباك تاني خالص بطريقة. اوكي تمام. طيب ايه هو الترافورم بقى? الترافورم ده ا اوبن سورس انفروستركشور ازا كود. اللي كاريته شركة هاشي كورب. الفاليو اللي بتقدمه ان انت بتقدر تبروفيجن ان انفروستركشور ريسورسز. بمعنى ان انت دلوقتي لو انت محتاج تكاريت سري زي زي اللي احنا كاريتنهم هتروح على كونسول وتكاريت اسري في بسيز كده 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 بتاعتهم بتاعت كل واحدة جوا جواهم كلهم من كونسول برضو كده مانوال وبعد كده هتروح تكاريت بتاعتك كلها جوا الكل و تربطه بالصابنت دي. هتنضب انت بتعمل بتاعتك كلها بنفس بنفس الوي ده. المانوالوي ده. لكن انت لما بتجي تستخدم هي من اسمها ده المصطلح بتاع يعني هي اكتر من تول بتقدم الحتة دي فيه على لكن انت لما بتتكلم هنا على فانت هنا بتدفين الكونفيجريشن كلها في وان كونفيجريشن فايل. احنا نيجي على الفاليو بتاعتها دلوقتي. فانت انت في وان فايل انت بتقدر تحط كل الريسورس بتاعتك ازا كود. والتيرا فورم بيقدر ينتبرت الكلام اللي انت كتبته ده. ويقدر يكريات الكلام ده. انت باستخدام تيرا فورم بتقدر تكريات وتموديفاي وتمانج الريسورس بتاعتك. مش على ايه دابيو اس بس لا على اكثر من تلاوت. وكمان زي الفاليو بقى ايه اللي بتيجي من الاستخدام تيرا فورم وانا ليه ما استخدمش اه المانويل العادية هي خاصة. زي ما احنا قلنا كده في ومش عارف ايه. فانت هتعمل كل الاكتشان ده ما يولي. هتعرف اللي ما تلف على كل واحدة فيه. بتقدم لك بلو برينت. فكرة البلو برينت بنفس المصطلح هو الرسم البيان. انت الوقت لو لو رو على حتة ارض. وحبيت انك تبني بيت. انت تجيب حد وتبني بيت اي حد مش لازم مهندس يعني تجيب حد ويبني لك بيت. هيطلع لك بالبيت عادي جدا. بس انت لو عايز لحت الارض اللي جانبه تبني عليها نفس البيت بنفس الفات بالزبط. ساعتها هتلفة على البيت اللي انت عملته ده. وتقيس وتقيس الاواعد وتقيس كل حيطة قد ايه وتقيس كل عمود كانت تخنه ايه. وعشان تقدر تروح تكريته الناحة تاني. وفي الاخر برضو ممكن ما يطلعش بنفس بنفس الكون فيجريشنز بالزبط. او بنفس الحاجة بالزبط. هي نفس الفكرة هنا بالزبط. اللي ترى فورم والإنفرستركشور بيتقدم لك بلو برينت. البلو برينت اللي هو الفايل بتاع الرسوس بتاعك. فايل وان فايل او ملتبل فايلز. الفايلز دي فيها بتاعتك كلها. انت لو عايز تكريت نفس الريسورس بس في نفس الريجون هتاخد نفس الفايل وتعدل بس الريجون وهترن هيرن لك نفس الريسورس على الريجون دلتك. تمام? التيرا فورم ماشي. 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 في وكده. كل ما كل ما قالت. فانت لو عندك مسلا وكل شوية حد فيهم بيدخل كريات جزء وهكذا فانت هنا ممكن يحصل غلط. لكن لو في كود آآ ثابت والكود ده انت بترن على طول ما فيش اي تدخل بشري ما فيش اي في الموضوع خالص. فساعتها يعني صعب جدا ان يحصل معك. وكمان بتبقى الموضوع كده الترافورم بيصبرت زي ما احنا قلنا هو كروز بلاتفورم فبيصبرت آآ ملطبول آآ ملطبول كلاود. آآ باستخدام الترافورم انت مش مش بس بزي ما قلنا مش بس بتكريات الريسورس انت بتكريات وبتموضيف وبيتدليت الريسورس فانت بتقدر تعمل اوبراشن مش مش الكرياشن بس يعني انت بتكريات وبتوبريت في نفس الوقت. يعني انت بعد ما بتكريات الريسورس بتاعتك بتقدر تعدل على الكود بتاعك وتستخدمه. طبعا هو الاسكابيلات دي ما مفهومة ان انت بتكريات الريسورس بيعتك كلها في الفايلز اللي انت عايزة كلها مهما كانت كبيرة. الكمبيونيتي بتاع الترافورم ده وايد جدا. يعني انا شغال بقى ليه بفترة ترافورم ما متهالي ما انها وقلتش اي مشكلة لو لها حل يعني اوكي. آآ انا عارف ان دي حاجة لا تذكر. واحنا كده هنقول لو قلنا ان ديت آآ انتروداكشن للترافورم فاحنا كده نبقى بنقل القوي من الترافورم. علشان كده انا حطيت آآ هنا للهاشي كورب. والدي اللي فيه اللي فيه اللي فيه الفيديوز اللي انت تقدر تشوفها بتاعت الترافورم. انا برضو حابب قبل ما ندخل في الاسئلة. حابب ان انا اشرح لكم يعوريكم الشكل الترافورم. احنا عندنا الفولدر ده. ده ما يعرفوش يعني. فانا عندي هنا في الفولدر ده عندي تو فايلز. الترافورم بيدوت تي اف. تمام? انا عندي في المين في المين فايل هنا. انا حطت الريسورس بتاعتك ولا? كل الريسورس انا حطتها تحت بقى. يعني مسلا هنا انا بكريت في بي سي. انا كلنا كتبته ريسورس اي دي بي اس في بي سي وان. انا مش عايزكم تشغلوا بالكم بالخطة بتاعت ال انا كاريت دي ازاي او هي او كده لا بالعكس انت لو شفت الفيديوز اللي انا رفعها هتلاقي الموضوع تافه جدا عن انك تكريتها من من الكونسول من اي دا بي اس كونسول. هنقصب بال اي دا بي اس كونسول لانك تفتح كده وتكريت الريسورس كده. تروح تكريت الريسورس كده. لأ انت لو لو انت بصيت بس على الفيديوز ومشيت فيها هتلاقي الموضوع ده اسهل بكتير من انك تروح تكون فيجارها اصلا على الكونسول. تمام? فانا هنا مكانيات اه وادت لها تاج اللي هو البي بي سي دي. ويمدي لها وانت بتقدر في في اللانجوجز ديت انه بتعمل زي كده انك بتكتب برضو تقدر تعمل فانا حاطتها مدي له هنا عبارة عن فاحنا لو بصينا على اسم ده وفتحنا الفارق التاني اللي هو ده. هنلاقي ده ليه الفاليو دي. حلو? وهكزا انا بكريت بعدها حاجة اسمها ايه ده بكريت سابنت. بكريت راويت تابل. ودي الراويت اللي جواه. راويت اللي جواه. وبكريت راويت تابل انا بس بوري لك شكل الشكل الترافورن فايل. فانا بكريت الراسورس كلها تحت بعض كده. طبعا كل الراسورس اللي جواه. فاحنا لو جينا هنا كده واخدنا الراسورس نيم ده. وعملنا سيرج. وفتحنا اللي هو راويت تابل اصوشيشن ده من الترافورن ده الوابسايت بتاع ترافورن اللي فيه كل الدوكمنتيشن بتاع الترافورن مزبوط كده. بالزبط اوه. فهتلاقي هنا دي الاوبشنز والاربيومنتز بتاعة الراسورس ده. يعني الراسورس ده ليه شوية اوبشنز جواه. تمام? مش انت لما بتيجي تكريت راويت تابل بيطلب منك. مسلا انت محتاجي راويت تابل ده يكون فين? في في بي سي فين? وهكزا في شوية حاجات بيطلبها منك. هي ده الحاجات اللي بيطلبها منك انت بتقدر تخطها هنا. لو عايز منك ايه اي دي اللي انت هتربطه بيه. انت هتربط الراويت تابل ده بانترنج جيتوي. هتربطه الاي دي مسلا ايه? وهكزا ايه. ده لكل الاوبشنز. انا بس مش عايزكم مش عايز الموضوع يكون خضة ليكو. احنا قلنا في الاول خلص الهدف من السيشن دي. ان احنا نقول ايه هو نكمل على السيشن اللي فاتت ونقول ايه هو البي بي سي بيرينج. وايه هو والترنزج جيتوي. ونحاول نحاول نعملهم بالتيرا فورم. علشان دي تبقى ما تخليك انك تشوف ايه موضوع التيرا فورم. طب انا ممكن اسألها حاجة محمد في ممكن تقول لنا ايه الفرما بين ايه الكمانز بتاعت التيرا فورم عشان ترن ايه السكريبت ده محتاج تعمل ايه? اه يعني ديت هنعملها في اللاب مع بعض. يعني احنا داخلين نعمل اللاب دلوقتي فهنعملهم مع بعض كله. طيب بحبة ممكن نفتح الاسئلة طيب سريعا كده في حد عايز يسأل ايه حاجة هنا. حابب اقول ان انا هشير معاكم اللينك بتاع الفيديو بتاعت التيرا فورم. اه محمد عمل لها ابلود على واندرايف. هشير معاكم اللينك ده. اه هشير معاكم اللينك بتاع التيرا فورم ويب سايت نفسه اللي هو فيه الدوكمنتيشن من تيرا فورم نفسها. هشير معاكم البي دي اف بتاعت الكونفرانس بيج اللي محمد بيشرح منها. وهشير معاكم وبعد كده الفيديو بتاع الزوم ميتينج دوت. احمد اتفضل كنت عايز اتسأل حاجة. احمد اعمل نفسك ام يوتيوب. اتفضل. او معلش انا عايز افهم يعني ايه اللي علاقة بين الجزء الاوراني بتاع السيشل اللي هي الترانزيت جيتوي او كده او ال اه والتيرا فورم يعني مش عارف مش فهم ال اه ده بيكمل على ده ولا ده حاجة مختلفة ولا ده بتاع ايه. ده حاجة او ده حاجة تمام? احنا قلنا في الاول احنا كلنا بنتكلم عن البي بي سي بيرنج والترانزيت جيتوي. وقلنا بتاع الركس د zagipe او الكمبوننت بتاع البي بي سي بيرنج والرسورس بتاع ترانزيت جيتوي ده دولهم ايه تمام? احنا دلوقتي في الحتة بتاعت الكريايشن. يعني اعتبر اللي احنا ال السيشل اللي احنا فيها ديها جزء نظري وجزء عاملي. احنا ر�حين دلوقتي نعمل الجزء العاملي. الجزء العاملي بدل ما نروح نكريات البي بي سي نروح نكريات البي بي سي من الكونسول كده. وكريات البي بي بتاعها وكل الكونفيجريشن اعملها من الكونسول هنا كده. لا انا مش عاملها كده. جي او اي كده يعني. بالضبط انا مش عاملها من الكونسول جي او اي كده. انا على كل اللي انا هعمله ان انا هكرياتي الاب بتاعنا. using terraform. تيرا فورما كود. وقلنا الهدف. بالضبط. الهدف من الحتة دي مش انك ان عقدك وقولك شايف الكود معقد وكده. لا بالعكسة فلس. انا بس الهدف انك تدخل الحتة بتاعت التيرا فورما. علشان كده احنا حطين الفيديوهات علشان تدخل تتعلم تيرا فورما. احنا لو قلنا ان احنا عملنا ده احنا كده نبقى بنزل من التيرا فورما. فاحنا بس بنوريكو هو ايه التيرا فورما. يعني حاجة سريعة كهو ايه التيرا فورما انا بقدر عمل بايه. بالضبط كده وهيتشار معك فيديوهات تقدر تذكر تيرا فورما بيها. بالضبط. طيب في حد تاني كان عايزة اسأل حاجة رانا اتفضلي. السلام عليكم. اه هو السؤال. ها هو سؤالي ان حضرتك قلت تيرا فورما دي مش لغة برمجة. يعني هي بمثابة تيمبلت انا اعدل فيها ولا? لو انا عاوزة اعمل اكشن مثلا في موضوع معين اعدل على التيمبلت دي وابلود صحيح كلامي ولا ايه? يعني هي بمثابة تيمبلت اعدل فيها ولا ايه? لأ لأ مش مروطة. حضرتك قلت دي مش لغة برمجة. هي مش لغة برمجة هي اسمها زي 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 تمام? ايه الفرق بين والبروغرام اللانجوج الجوه عقلنا احنا. تمام? فانا لو محتاج اعمل كود بيعمل حاجة معينة انا اقدر اعمل اي حاجة بالبروغرام اللانجوج. اوكي? مفيش اي حاجة تمنعني او تليمت القدرات بتاعتي اللي عقلنا. تمام? لكن التقييد هنا هنا في الكود نفسه. تمام? بمعنى. ان هنا انا كلمة يعني لما بكتب وبكتب الريسورس ده وبكتب النيم بتاعه الحاجات دي كلها جوة تيرا فورما نفسها. انا مش بختارها حاجة جديدة. تمام? يعني انا لو محتاجة كريت راوة تيبل انا مش هختارها على طريقة جديدة. اكريت بها الراوة تيبل. هي ميديان الراوة تيبل بالنين بتاعها كزا. والريسورس بيتكتب بالطريقة دي كلها. وبحطوه الابشنز دي كزا. تمام? فده معنى الديكلارتف لانجوج. الديكلارتف لانجوج دي بتبقى يعني طريقة او اه الترافورم بتديكي طريقة تكتب انت بيها وهي من تحت هي بعد كده بتانتربرت وبتترجم يعني الكلام اللي انت كتبت ده وتكريت بيها هي الريسورس اللي انت محتاجة. ماشي مفهوم 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 محمد. احمد كنت عايزة في حد عايزة قول حاجة تعيب ولا ممكن نبتدي في اللاب وكثره. انا بس كنت عايزة اسأل لو انا دلوقتي كان مش اه لان انا المراسمة عن الترافورم يعني لو حد عايزة يبقى ازا سلوشن اكتكتي يعني كلاود. اه يعني دائما كنت بسمع عن الترافورم الليه علاقة بالديو انجنير. فهذا انا اكده محتاج ان انا اتعلم ترافورم. يعني مش مش عارف اقولك ايه بس انا شايف ان الاتنين دخلين في بعض قوي. يعني انا شايف الشغلون دخل في بعض جدا. وده ما يمنعش انك ممكن تستخدم الترافورم. او على الاقل تكون عارف هو بيعمل ايه? وبيشتغل ازاي? علشان لو قابلته قبل كده. لو قابلته بعد كده في شغلك. بس انا انا ممكن اجيبه بعد اوه. هو اه 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 اجيبه. ممكن كاركتاكتكت انت مش محتاج ان انت تتعلمه لان ممكن ان الاركتاكتكت انت في الاغلب بتعمل دوكومنتز. تمام? وممكن تعمل دايجرامز وممكن تفكر من ناحية البزنس وتحول البزنس ده التكنيكال. فممكن ما تبقاش انت محتاج الاسكريبتينج سكيلز بس جد تونوي يعني بس طبعا اللي بيحتاج هو الديفوابس الراجل اللي هيديبلوي الكلام ده الراجل اللي هو هيديبلوي الكلام ده هو ده اللي لازم يبقى السكيلز سات عنده عالية في الاسكوب ده فضل يا محمد أعتقد احنا ردين على كل الأسئلة دي ممكن تكمل اوكي احنا كده ممكن ندخل في اللاب طيب هو اللينك اللي أنا فتح من عليه ده اللينك ده متشاير معكم احنا دلوقتي هنمبلومنت يعني هنسميلات كده اللي احنا اتكلمنا فيه في حاجة كاملة ده الدياجرام اللي احنا هنشتغل عليه خلونا افتحه من هنا تمام ده اللي احنا هنعمله النهاردة احنا في الريجون بتاعة الريجون دي هنكريت فيها بتاعتنا هنكريت فيها واتو هيكون بتاعها هتبقى اتناشر صفر 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 ستاشر ستاشر انا كده بسمح ان انا اقدر اعدل في اللي تحت الاثنين الاخرين دول وتحت البي بي سي دي هنكريت والصابنت دي هيبقى بتاعها اتناشر صفر واحد صفر فانا كده بسمح ان انا اعدل في اخر ده جوه البي بي سي دي هنكريت انترنت جيتوي الانترنت جيتوي اللي مايعرفوش ده اعتبره زي راوتر انت البي بي سي بتاعتك دي لوكل زي لان انت محتاج اللان دي تطلع انترنت فانت بتعمل ايه بتحط راوتر دي نفس الفكرة بالزبط انا حاطط هنا الانترنت جيتوي نصار تطلع انترنت جوة السابنت بتاعتنا هنكريت الفي بي سي التانية نفس النظام البلوق بتاعه يبقى تلاتاشر صفر صفر اسو spices جوه هيبقى فيه سابنت السابنت بتاعته تلاتاشر صفر واحد صفر على اربعة وعشرين هو هيبقى في اسلو ماشين وبردو عليها انترنت التالتة نفس النظام بالزبط تمام هنكريت بعدها وهنعمل على كل انها تروح تكلم انها تبقى على ال VBC يعني يبقى فيه هنا على ال VBCD على ال VBCD على ال VBCD نقول الاتشمنت ان انت بتربط الاتين ببعض تمام طبعا بيجي مع الاتشمنت انت بتكريت راوة تابل على ال ال ان هو مين رايح فين انت كده ربطتهم بس بس عايز تعمل راوة ما بينهم اوكي صغيرة جدا حاجة او صغيرة جدا كده لازم تعملها مع كل VBC انت بكريتها انت محتاج تقولها بس هي تروح فيه تمام فاي اي حاجة جوه ال VBC اي رسوس جوه ال VBC كده هيقدر يكلم بعضه بس انت لو عايز تكلم حاجة في ال VBC التاني انت مفوت تقوله اروح ازاي اسأل مين فانت بتكون فيجر الراوة بتاعك اللي في ال VBCD ان هو اي حاجة انت مش فهمها اللي هو رينج سفار يعني كلم الترانسج جيتوين كلم القتاش من انت روح للترانسج جيتوين ال VBCD التانية اي حاجة اي حاجة محتاج تفهمها او اي حاجة محتاج تروح لاي حتى سفار كلم الترانسج جيتوين وال VBCD التالتة نفس النظر انا ممكن بس اكومنت على حاجة عشان الناس بتسعى المائة تين وسبعين ستة عشر سفر سفر دي دي اجزامبلز بس لكن هاي ملاش دعوه بالدايجرام يعني واضح ان الصبنز بتاعت الدايجرام هي اتناشر اه 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 تلات عشر للفي بي 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 بالزبط الحكتة دية دي انا مش بقدر اعدلها يعني انا مش بقدر اكتب كده هو بس درو اي او هو بس ده ليه كده يعني ده مش مش باليو انا حضرت ممكن تعمل لها دليت لو ينفع ولا يعني لو دليت الرسورسة كلها هيتدلت فانا مقدرش ادلت الحتة اللي جوه دي طيب حلوس ماشي 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 اه نبدأ كده نبالد كل الكلام ده حد عنده اي اسأل في الدايجرام يلا كان احمد عايز اسأل تاني احمد انت رفع ايدك من ساعتها ولا دي اه عايز اسأل حاجة بسرعة لا انا دي الوقت اتي حاجة جديد هو الانترنت جتوي ده لازم يبقى موجود علشان اوصل بالترانزيت جتوي ولا مش شرط ودي حاجة اوبشن لا لا ده حاجة وده حاجة تانية خلص انا بس احطته هنا علشان اقدر اطلع انترنت بس اصلا الصح الصح الوقانيزيشن زي بتعمله انك ما تحطش انترنت جتوي انه هو لو لو خلينا نرجع للدجاج انه هو لو الاسي تول اللي جوه دي والرسورس اللي جوه دي عايزة تطلع انترنت هتطلع انترنت بسروق الترانزيت جتوي بس دي لو انا جيت اشرحها دلوقتي هتبقى كومبلكس قوي احنا عاملينها يعني انا عامل عامل سيميلياتل الموضوع ده بس قدام شوية مش هنعمله دلوقتي طيب ممكن اقولته كومنس بس على الدياجرام ده لو ينفع او الدياجرام انسى خالص الماتين وسبعين ستاشر وكانها مش موجود في الدياجرام ده وتاني كومنس انسى الانترنت جتوي تماما كانوا مش موجود في الدياجرام ده مش ضبط الانترنت جتوي ده بس انا حطها علشان الاسي تو تطلع انت بس اه اه دي حاجة تانية خالص ما لهاش ضعب ترانزيت جتوي هي الفكرة بس هنعمل اغبط الناس ليه لان هي في البوف بتاع ترانزيت جتوي بس اعتبرها مش موجود اعتبر الانترنت جتوي ده مش موجود ملوش ضعب اللي رايح لترانزيت جتوي يعني انا بس ازوريكو حاجة برضو لو انا جيت هنا اعتقد هي دي لو انا جيت هنا وغبتك الشكل ده وقلتلك ده اللي احنا هنعمله دلوقتي ان انا عندي كذا في بي سي الفي بي سي دول هيكلمه ترانزيت جتوي وترانزيت جتوي هو اللي راوت الترافيك على انترنت هتلاقي موضوع كومبليكس قوي فاهمني فانا لو عملتها بالشكل ده تبقى كومبليكس فانا حاولت ان انا اعملها سيمبلفايد ازاي كان وخلاها بالشكل ده لان هم تلاتة بيكلموا بعض وصروا ترانزيت جتوي بس مش اتنين يكلموا بعض والتنين بيكلموا بعض والترافيك بيتراوت على في بي سي تانية جوها ترانزيت جتوي ايه جوها قصدي الانترنت جتوي لأ دي هتبقى انا شايفين لكم بلاكسشوات فعلشان كده احنا بس نعمل حاجة سهلة كده طبعا عشان كده بس بقضح الناس بتسألتين انترنت جتوي بالضبط مش منيدد في الدياجرام بتاعنا ده تماما احنا هنا بنشرح ازاي VPC تقدر تكلم VPC تانية من خلال الترانزيت جتوي الانترنت جتوي من اسمها انترنت الانترنت جتوي مش منيدد دي حاجة الانترنت دي حاجة الانترنت فملهاش دعو ملهاش دعو باللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هنتكلم عليه برضو بعدين لما نيجي نتكلم الانترنت جتوي ده ممكن نتكلم عليه بعدين لما نتكلم عن نتوركينج وعلى فاكرة انا شرحته في الساشن اللي فاتت بتاعت ال easy to instance وبتاعت الزوم ميتينج يعني الزوم ميتينج اللي فاتت انا اتكلمت عن الانترنت جتوي not in depth but كانت يعني ايه انا شافنا ايه useful information فالانترنت جتوي بقى بيعمل ايه وكل الكلام ده ممكن بقى لما نيجي نتكلم على الانتوركينج بقى بطريقة advanced ده بقى يعني ايه هيبقى توبيك تاني بس حاليا عصلا اللي احنا كنا بنتكلم عنه النهاردة ملوش دعوة تماما بالانترنت جتوي هوا بس بالزبط كده يبقى كده حسن بالزبط بالزبط يمكن محمد بيرسمه هنا ايه بيقولي ان الانترنت جتوي ده ده طريقة او كومبوننت يوصل لك ال VPC بالانترنت بس هوا ملوش دعوة بالزبط يعني ال VPC تانية من خلال transit جتوي ده حوارتين يعني الانترنت جتوي هوا مربوط بالانترنت بس transit جتوي هو اللي بيماناج الانترنت بس احنا كده بر تمام كده اي حد عنده ايه سئلة تانية تمام تمام محمد كمل مش بحض رفع ايدي تمام كمل اوكي احنا هنا هنشرح على على البلوغ هنا والكود لو انت محتاج تاخد منه كلون او تشتغل عليه او تعمل اي حاجة فانا عندي الربوزيتوري ده هو تقدر تدخل عليه وتمانيج كل حاجة احنا شغالين دلوقتي في zero one transit gateway احنا عندنا حاجات كتير هنتكلم فيها قريب ان شاء الله بس احنا هنا دلوقتي في zero one transit gateway فانت تقدر تعمل كلون البروجيكت ده وتقدر تعمل اللي انت عايزه في ناس كتبت سأزنك ينفع تشاير الكود دي معهم اللي بجي تهب اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا هو كده كده public وهبعث لك اللينكات دي برضو يا رزق كلها عشان تبعث لها طيب احنا هنبدأ دلوقتي في تيرا فورم كود ستبس هنبدأ نكتب الستبس بتاعت الكود اول حاجة الف به انا دلوقتي علشان افتح الكنسل وابدأ اشتغل انا بعمل ايه اول حاجة انا بعمل sign in بادخل الاول تمام بعرفه انا مين انا كريت فين حلو فده اول حاجة ان احنا بنكونفجر ال aws احنا اتفقنا ان ال تيرا فورم بيشتغل على كروس بلاتفورم على ملتبول كلاود بروفايدرز تمام فانا محتاج اعرفه احط له بتاعت ال aws تمام فدي ال بتاعت ال aws انا ده ده السنتكس عمتا بتاع التيرا فورم هو اتحس انه انا بديله انا هشتغل على البروفايدر مين انا هشتغل على ال aws السورس كود او السورس انتربريتر هو هي انتربريت الكلام ده منين هي انتربريت من ال aws او الباكتج بتاعتك موجود على ايه هشي كورب aws هستخدم ال version اي version اكبر من ال five point o هتشتغل دي برضو انا هشتغل على ال aws بعيد له تاني وهشتغل على ال region دي انا حددت ال region دي تمام طيب انا هنا ما كتبتش ما كتبتش اي حاجة تدل ان انا حطت اي user name او password او اي حاجة هي دي مش جوة ال track بتاع النهاردة بس انا هشتغل حسابي ال aws بتديك طريقة لنك تمنج ال console بتاعتك يعني اقدر امنج aws عن طريقة ال console بتاعي هنا تمام ان انا عملت دلوقتي aws s3 مسلا ls فهو هيجيب لي لو فيه s3 عندي هيضل على هاولي تمام انا بس مش حاطط الamine لو عندي اي s3 دلوقتي في الاكونت اللي اسم هو عراقي هيطلع هول حل بس انا كدو عندش اي s3 وو ما جاب ليش اروري بكا تمام طب هو عارف من اين برضو ان انا 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 العراقي بطريقة دي ان احنا بنستخدم ال access key وال access ID انت هو الموضوع مش بتاعنا بس يعني بقوله سريعا بس كدو انت لو رقمت هنا ال i am users انت بتقدر بتكريت في ال i am users بتقدر بتكريت تكريت user والuser ده تطلع منه access access key و access ID هنا انا مسلا عندي كزا user لو قلنا مسلا circle c user ده فالuser ده لو دخلنا جواه وبصينا على security credentials بتاعته هنلاقيه ان هو لي access key تمام ال access key ده وبيطلع لك access key access key و access ID access key وال access ID انت بتيجي على console بتاعتك هنا وبس بتكتب AWS configure بس انا مش عاملها يعني انت بتكتب AWS configure وهيطلب منك ال access key وال access ID ساعتها انت كده ربطت ال terminal بتاعتك هنا ب AWS وساعتها لما تكتب اي command برضو هيفهم انت ميني عشان انا كتبت ال profile الانمين اللي انا عاملها configure بال profile يعني الموضوع ده برضو اتمنى ان احنا نشرحه باستفادة في اي session تاني برضو يا رزق ان شاء الله عشان الناس برضو تبقى فاهمة ايه برضو طبعا انا ما نفهمتش ايه اللي دخل في الكود وهو الكود اللي احنا بنعمله هيتطبق فين? هيتطبق على الترمنال فانا بالتالي اللي ما اكتب الكود بتاعي لما اجي اكتب الكود بتاعي ده واجي ارن انا هرن مع الترمنال فالكود يعني الترافور ما تفهم ان انت عايز تستخدم ال configuration او عايز تستخدم ال credentials اللي انتك عاملتها كنفجر على الترمنال مرسل الحتة دي واضحة انا حاولت اشرحها على قبل ما قدري انا اعطاك انا اي واضحة ممكن لو عايز تفتح الترمنال انت اصد بالترمنال كلاود شيل سواح كده بالزبط اه اصد بالترمنال اللي هو هنا دي الترمنال بتاعتي ماشي الترمنال بتاعتك على الماشين اللابتوب على جهازي اه انترنل على جهازي ماشي ماشي اوكي تمام يا جماعة حد عنده اي سؤال في الحتة دي انا اعتاكد يعني ان انت تقدر تخط ال credentials بتاعتك هنا بس دي مش مش حاجة كويسة يا خالص انك تخط ال credentials بتاعتك كده clear tickets قدام الناس كله او حتى قدام الناس اللي معك في الشركة او كده لا ما ينفعش ما فوق كل واحد دي credentials بتاعتك فعشان كده احنا بنلجأ للطرية اللي احنا عملناها دي طيب ممكن تقولها سريعا كده محمد تاني بتعمل ازاي حتة ان انت تحط credentials بتاعتك في الماشين انا باجي هنا انا باجي هنا بكريت iam user iam user ده ده resource اسمها ال iam identity and access management من aws الidentity and access management دي بتخليك تقدر تكريت resources فانت قصد تقدر تخليك تكريت users تمام فانا بقدر اروح اكريت user ال user ده انا عايزه يكسس ال aws بتاعي تمام ميش فانا لو عايزه اخلي ال 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 هنا في options ان انا اخلي اليوزر ده يقدر ياخد console console permission اللي هو console اللي انا فتحه دلوقتي ده jayoi تمام فبقدر اخلي اخد console لو مش عايزه اخد لي اخد console فانا هجي ما يدلوش console ميش وقول له next يعني انت هتكريت user دلوقتي ليه access ان هو access console بتاع اي wc access account بتاعك انه بالضبط او يوزر عادي جدا تمام تمام انت بوقتي بيسألك انت محتاج طبعا يعني انا بس مش عايز الناس اتخد الحاجات دي كلها ان شاء الله رزق اي اشرحها قدام شوي تمام بس احنا بس انسيميليات احنا قلنا الهدف من احنا نفهم النهاردة هو ايه ده من اهداف الساشن بتاع فانا هنا بقدر ان انا اخط له دي السيكوريتي اللي هتتاتش له ايه انا عايز اخط اليوزر ده في جروب الجروب ده عليه 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 معينة ولا عايزة قبيل برميشن من مكان معين ولا عايزة اتاتش بوليسي ففي بوليسيز محطوطة اصلا جوه اي دابيوس مانجد بايد اي دابيوس تمام فانا هدلو مسلا ادميليستريتور اكسس محطوط وهي يجي اقولو نيكست انا كده انا كده خلاص خلاصت اليوزر طيب موضبه منتها البساطة ممكن اعيده لو ينفع احنا دلوقتي على ال identity and access management ماشي في اي دابيوس عمل ايه محمد كاريت يوزر ودى اليوزر ده بيرميشن ان هو لي ادمن رايتس عالكونسر بتاع اي دابيوس فكده اليوزر ده راجل يقدر يخش على الاكاونت بتاع محمد عراقي ويقدر ان هو يكاريت اي حاجة على الاكاونت ده مظبوط كده محمد بالظبط بالظبط المفوت بقى الكلام ده بالظبط بقى وتفضل انا اليوزر ده دلوقتي انا ما ادتلوش اكسس انه هي اكسس الكونسول طب هو هي اكسسني ازاي انا ما عايزو يكسس بس الترمنال بتاعتي اللي هي هنا تمام فانا هفتح اليوزر ده وقف وقف على security credentials وهفتح ال اكسس key انا دلوقتي عايز ادلو اكسس key زي ما انت بالظبط بكاريت الانيكس ماشين وانيكس ماشين دي بتدي الانيكس ماشين دي بيه تديه لحادتين عشان هي نفس الفكرة بالظبط بس هنا هيديك توكي زي اكسس اي دي واكسس كي فانت لو قفت هنا قطلو اكس كريت اكسس كي انا الاكسس كي ده محتاج ان هو اكسس بي اي محتاج ان هو اكسس كماند نيكست. ادينا اي ديسكريبتف هنقول له ديمو. دلوقتي انا عملت كريش للأكسس كي. ده الاكسس كي اي دي. زي ما انت شايفين هو بيقع لان ده مش مش حاجة لكن ده سنستر. فانا مفروض بأخذ هنا او بقول ده وانا دلوقتي معي حاكتين. معي اكسس كي وسيكريت اكسس لما بكتب كده وبقول انت وبكتب انتر وبادوس انتر. بيفتح لي ان هو يطلب مني حاجات. بيطلب مني الاكسس كي والاكسس اي دي. فبتديله الاكسس كي والاكسس اي دي. بيطلب منك سعاد بيطلب منك الريجون. فانت ممكن تكتب له الريجون او ممكن تسيبه بلانك. بيطلب منك الفورمات الشكل اللي هيخرج لك بره عايزه الشكل جيسون لشكل ايه? ممكن تسيبه بلانك برضو او ممكن تكتب جيسون. أتمنى الحطة دي دي تكون ورحة جميعا أنا ممكن برضو أريد عملها أولها سريعا اللي محمد عمله كاريت يوزر ماشي ودى اليوزر ده admin writes إن هو يقدر إن هو يأكسس الكونسول بتاع AWS مظبوط كده اليوزر ده ملوش يوزر نيمو باسفورد هو المختلف إيه إن اليوزر دوت ليكي زي اليوزر كي اللي احنا شفناه ده فإنت بتاخد الكيس دي تحطه عندك في اللينكس ماشين ماشي ومن الماشين دي اللي انت باللابتوب بتاعك تقدر بقى تستخدم الكيس دي إن انت تأكسس الأكاونت بتاع محمد ماشي الـ AWS أكاونت وتكون فيجر كل اللي انت عايزه فاللي انت عملته إيه إن انت للماشين بتاعت محمد إن هي تأكسس الأكاونت بتاعه وبعد كده بقى تقدر تستخدم الترف وما تستخدم الكيس دي إن هي تقدر ترمي configuration على الأكاونت بالضبط بالضبط كامل محمد عشر احنا طولنا في الحتة دي حتى لو مش واضح بقى معلش كامل احنا كنا قلنا كل الكلام ده علشان إن احنا بنconfigure البروفايدر بتاعنا اللي هو AWS تمام؟ احنا دلوقتي هنقدر نconnect بالكود بتاعنا على AWS تاني ستب إن احنا هنسته في ايه الواريابول اللي احنا يعني من اسمها زي كنا بنكتب ايه الواريابول اللي احنا هنسته اللي احنا نعمل هنسته بتاعنا اللي هو ده ده هنسته هو انا ما اقدرش احطها كده في الكودة على طول واقدر احطها بس انت يعني الاحسن والشكل الافضل إنك ما تحطهاش كده على طول قدامك عشان تبقى شكلها واضح شوية أو علشان لو في هتعدل في احسن بالتحادل في كل التمام فاحنا عملنا اول تاني حاجة عملنا نحن عملنا بتاعي بي بي سيدر بلوك ازاbern بلوك وفي بي سيدر بلوك تاني حاجة عملنا بلوك اللي هو اللي هنا يعني انا هنا بتاعي طناشر صفر 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 على ستتاشر هنا اتناشر صفح واحد زير اربعة عشري. فده ساب من ده. فانا حاطط بتاعته في وحاطط الفاليو بتاعت سابنة تو في وحاطط سابنة سري في 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 سي. دي سابنة تحت سابنة في 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 سي. مظبوط كده? بالزبط. وطبعا اللي محمد بيقوله معلش مش عاطعك ان انت ايه بدل ما تقع تدخل الامبوت هنا بنفسك بتخليها وتروح تغير في ال احسن دي حتة بقى سكريبتنج لو محدش عنده يعني لو انت مش فاهم بقى يعني بتاعت البروغرامنج دي معلش حتة بيزيكس بروغرامنج يعني ايه اصلا في 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 الترافورم. انا عامل برضو البروغرامنج تاني اسمه الواهل هكده انت ممكن تشوفه في ايه الاليو بتاعت البروغرامنج دي احنا لسه ما عمناش ست للباليو بتاعت البروغرامنج احنا كده بس عملنا البروغرامنج بنعملها على اول حاجة ان احنا بنعملها وبحط البروغرامنجاتها في فايل تاني. حالو? هنشوف ده في الفايلز دلوقتي. ثلاث حاجة ان احنا هنستطب الفايلز. يعني هنا بقول لك ان احنا هنستطب الفايلز انتو تيرا فورم دود داش ديف دود تي اف الفايلز. الاكستنشن ده خاص بتيرا فورم. ده اللي فيه الفايلز بتاعت الفايلز. فاحنا لو جانا هنا بوصلنا في الكود بتاعنا. يعني انت عندك كود مظبوط كده والكود ده فيه فايلز. وبعد كده الفايلز دي هتتشاف من فايلتين. بتاعنا. عملنا بتاعنا. وتاني حاجة ان احنا عملنا ديفوين دي دي كل الفايلز اللي احنا شفناها فوق اللي احنا لسه شايفنا حانة البلوغ. اوكي? طيب بتاعت احنا اتفقنا ان بتاع سابنت بتاع في بي سي سري ان احنا حطينه. سابنت بتاعه اربعتاشر صفر واحد صفر على عشرين. طب هو فين الفين دا مش شايفه هنا. هتلاقيه في الفايل التاني اللي اسمه تمام? فلو بسيت على على هتلاقي ده. بتاعه. تمام? ودي كل اللي احنا عرفنا. الانفيرومنت انا متديره. ده مصطلح تاني كده فاحنا ممكن نفطيق نشرحه في تاني عشان ده موضوع تاني خالص ده موضوع مش اكتر يعني. بس احنا ممكن نشرح ده في اي سيشن تمام. تمام? خلينا برضه اكون ماشا على البلوغ واحدة واحدة. احنا قلنا تاني حاجة ان احنا هنستطب بتاعتنا. على قدت هنا ايه لها? انا انا اي برفير تلوز اه ترافورم داش ديف طول تي اف فارز فايلز. اه انستد اف ديفولت وان. يعني باي ديفولت ترافورم تبديك انك تكدية الفايل ده. اللي هو ترافورم على طول مش داش ديف. بس انا بقى اعملها داش ديف بحتة اللي كنت اقول لكم انها شرح لكم في سيشن تانية. انا عملها داش ديف علشان لو انا عندي فايلز فيها يعني لو عندي فاليو نفس الفاليو ده بس هيب على تانية وهكزا فانا بحددها بالفايل. يعني لو الموضوع ده كبير شوية فاسيبه دلوقتي. لو حاسس ان هو هتقيل عليك شوية خلاص سيبه الموضوع دلوقتي. اه نبدأ بقى ان احنا نعمل بتاعت كل الفي بي سي فاحنا هنكريد دلوقتي الفي بي سي وان والفي بي سي وان احنا هنا عندنا فيها وفيها اا اي سي تو ماشين وفيها 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 تمام? فاللي احنا هنعمل له احنا نكريد كل الكلام ده دلوقتي. اول حاجة ده ده كومنت اللي بيبدأ بهاش داي بقى انا روح اكريد فايلة وان والفايل بي سي وان كنفجريشن الريسورس اللي انا VPC-1 والنame هنا مش بيعود على ال name بتاع ال resource في AWS. ال name هنا بيعود على ال name جوه configuration file بس التاج هو اللي بيعود على ال name بتاعه AWS. تمام؟ فأنا هنا بكرية cider block قصدي بديله ال option بتاع cider block بديله ال option اللي هو ال variable اللي احنا عرفنا. احنا عدم دين variable فوق اللي هو VPC-1 cider block يعني هو كده هيروح للفايل هيروح للفايل اللي انت عرفته هيروح لل VPC-Cider block ويلاقي ان ال variable ده ال IP بتاعه كزا وال subnet بتاعه كزا هياخدها. برزبط هيروح هياخد ال value دي من هنا ويحط لك هنا مكان الكلمتين اللي هحط لك ده هو var dot div dash كزا كزا. تمام؟ هتقولي طب انا مش رابط الفايلين ببعض لا هي دي حاجة يعني managed by traffic. تمام؟ عشان احنا قلنا في الاول declarative language مش programming language فهيدي حاجات basics كده حطها هي هي بتمناجها هي. هي بتقولك اشتغل تمام؟ وحنا عملنا اول resource AWS VPC ودينا له ال name ده ال name بتاعنا اللي هو var dot environment اللي هو عندنا ال value d انا اسف جدا لا محطوطة هنا ال environment دي اي اف تمام؟ ال development اللي مش واخد بقاله development دي اي اف زوم احنا فيه مسترق كده عندنا zones في فبنقول فيه زوم كده بنبعب فيه اسمه فانا عمله عشان كده تمام؟ فال name بتاع ال VPC دي هيينضب في الاخر انه باسمه div dash vbc one تمام؟ جوة ال VPC دي قلنا ان احنا عندنا ايه؟ واضحة واضح مقولك تمام جوة ال VPC دي احنا عندنا حسام خليه بس يكمل معلش وهارجعلك حضر عندنا تاني VPC ال VPC اللي قصدي معلش سوري جوة ال VPC الاولانية ديت هن create internet gateway وازو واي. ازا م محنا متفقين هنا عندنا هنا tän Impf انا هحط ده철 فين؟ اول حاجة انا عايز في LImp هربطه هنا. تمام? فبدله VBC ID وبدله ID بتاع ال VBCD. طب هو هيفهمه منين? هيفهمه بالطريقة اللي احنا حطناها دي. AWS underscore VBC اللي هو ال name بتاع ال resource. VBC dash one اللي هو ال name معلش. ده resource name اللي هو provided by آه ترافر. تمام? بدله آه AWS underscore VBC ده resource name. تمام? VBC dash ID A dash one اصلي. ده resource name اللي انا حطنا. تمام? بقول له dot ID. dot ID اللي هو اخد ID بتاع resource ده. انا عايز اخد اي من resource ده انا محتاج اخد ID. ممكن اقول له dot name. لو محتاج ال name. بس ال VBC هنا يعني resource ده بيقبل VBC ID بس. انا محتاج هنا ادي له ID بتاع resource ده. فانا بشاور اول حاجة ان هو عايز احط ال internet جد. هو اي ده ده فين? انا عايز اربطه على ال VBC الفلانية ده. وهتدي له tag الحتة بتاعة التاج دي قلناها just عشان احط name. لو مش عايز تحطها عادي شلها. بس انا حطتها عشان احط name. ف name بتاع resource اللي هو internet جدوي هيبقى اسمه زي ما قلنا div underscore IDW dash phone. واتحة. قصدي داشة انا معنش مش عايزة. تمام? واتحة واتحة. طالت حاجة هنا في بتاعنا هنا احنا عايزين نحط subnet احنا خرص كاريتنا VBC وكاريتنا ال internet جدوي محتاجين نريد كريات سابنت. فهنا هنكريات سابنت. اي دابيو اس اسمه اي دابيو اس سابنت. انا هسميه سابنت وان. السابنت وان دي انا عايز بقى احطها فين? والاي بيهات بتاعتها تبقى ايه? تمام? فانا محتاجة احطها في ال VBC اي دي اللي هو VBC اي دي. تمام? السيدر بلوك بتاعها هتاخدو من الفاريابل ده. لو جينا نبص على الفاريابل ده اللي هو سابنت اه سابنت وان هنلاقي ايه هو ده? سابنت وان. طبعا بديهيا كده لازم عشان السابنت دي دي ساب من الفي بي سي فلازم تكون بتاعها تحت بتاع الفي بي سي. يعني لو جينا نبص هنا نلاقي الفي بي سي ده الاولانية. اللي هي اتناشر سفر 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 ستاشر. فقولنا الستاشر بتسمحك لكن انك تلعب في الاتنين الاخرين دول. تمام? لكن لما بتديه له اربعة وعشرين انا بسمح له هنا بس. فانا كده بقلل السابنت دي تاعي. فدي تحت تحت السابنت دي. تمام? يعني انا هنا منديه انا منديه محددها لواحد. فهو مش يعرف يلعب هنا. هو يعرف مع امتين خمسة وخمسين اي بي حطهم هنا. تمام? وانا كده دي ساب. محبا تنفرق ما بين السابنت والسي دي او واضحة. شرحنا برضه بلي كده واضحة. اوكي. معنا حاجة تانية ده مش حاجة اساسية. انا بس قلت له ان انا عايز اخط دي في الفلانية الفلانية. شرحنا قبل كده ورزق شرحها قبل كده. اللي هي الحتة بتاعة دي محطوطة فين? انا محطوطة في الداتا سنتر دي. تمام? وبرضه ميديها تاج اللي هو ده النام بتاعة سابنت دي ايه? هيبقى دف سابنت داش وان. جوه السابنت دي قلنا ان احنا محتاجين كريات. احنا كريات. جوه البي بي سي محتاجين كريات راوية تابل. تمام? والراوية تابل ده المفروض يكون configured ان هو بس يدي لك اي حاجة انت متاشفه همها للترانزيج جيتوي يعني هو اي حاجة مش مفهومة جوة ال VPCD وادها لي ترانزيج جيتوي اي سابنت برا ال VPCD طلعوا لي على ابعثها على ترانزيج جيتوي يعني اي IP هتبعته او اي ترافك هتبعته برا ال VPCD ابعتها على ترانزيج جيتوي مظبوط كده اكزاك طب ايه علاقت بقى ده بالإنترنت جيتوي ده حتة لفت يعني ما كانش ليها لازمة الانترنت جيتوي في الدزاين ده لان جوا اللاب هنحتاج ان احنا نقلس تول الباكيج صغير عشان نتشيك الكنيكشن فانت مش تفضل الباكيج طب انا ممكن اسأله حاجة انت هتعمل ديفولت رو تاعد ترانزيج جيتوي ولا هتعمل سابنت ما اسبسيفك للترانزيج جيتوي لأ مش هتدوله سابنت والحاجة الترانزيج جيتوي مش هتدول اي سابنت انت بس هتحتي تحتيج لي ال VPCD بس طيب مش اوكي تمام احنا هنا هنكرية بقى الراوي التيبل عايز احطه في الفي بي سي وان. خد الاي دي بتاعه. تمام? طيب الراوتس كنفيجريشن. احنا كده مفتوح ما تقفلش. فاحنا لسه جوه جوه الريسورس انت لسه. انا الراوتس اللي انا عايز اكون فيجرها بقى جوه. الراوتس اي حاجة بتبدأ بهاش يا جماعة ده كومنت. انت لو عايز تروح لتلاتاشر سفر واحد على اربع وعشرين. هتروح للترانسي جيتوي اللي هو. ايه بقى الحتة دي. احنا قلنا ان احنا هنا. احنا قلنا ان احنا هنا بتاعنا كام? اتناشر سفر سفر ستاشر. فين التلاتاشر دي? اللي هي البي بي سي التانية. فانا كده بقول له لو انت محتاج اكسس حاجة اي سابنة اي قدامك تلاتاشر اصفار. روح للترانسي جيتوي هو هي وديك. لو هتيجي تسألني طب انا ما لسه مع الترانسي جيتوي ده انا لسه ما عملتوش الريسورس ده. انا لسه ما كتبتوش احنا كان بينه تحت. بتاعت الترافورم مش بتمشي يعني مش بتمشي بستيبس كده استيب بيستيب لا. هو بيكريت كله بيانتر بريت كله مع بعض. فانت مش هتفرق الترتيب اللي انت حاطه. تمام? يعني احطت الريسورس ده ومكريتها تحت خلص عادي جدا. فانا كده بقول له لو انت محتاج تروح اي اكسس تصابنة التانية دي هت اكسس عن طريق ترانسي جيتوي اللي هو الاي دي بتاعه الف PLU حلو. ومدي له. تانية تانية تاني إلي انت لو محتاج تقيك اكسس اللي الاربعتاشر الاربعتاشر دي اللي هي التانية دي. تمام؟ لو محتاج تقيك الاربعتاشر هتlordsها برضو عن طريقة جيتوي. تمام؟ طيب لو محتاج بقى تطلع انترنت. يعني انا كتبله هنا بقى. لو محتاج تطلع انترنت اي حاجة تانية. غير الاي بايريات اللي احنا حطنا الاربعتاشر والطلاتة عشر اي حاجة تانية هي صفار يعني اطلع الانترنت جيتوي. انا كده بس بقوله اطلع انترنت اطلع الانترنت جيتوي. تمام? انا لو شلت لو شلت التو ريكوردز دول وقمت كاتب هنا اي حاجة صفار مش انترنت جيتوي برضو هيشتغل على ان هو يروض كل التلافك. بس الاسي تو ماشين اللي جوه مش هتطلع انترنت. طب ممكن ترجع للدياجرام تاني معلش? انا بس عايزة واقول الحاجة عشان انا ما قلت معلومة غلط. كنت قلت ان ال vpc دي اي حاجة هتطلع هتبقى بره ال vpc دي هتبعت عالترنت جيتوي. لأ اسبير الكونفجريشن اللي محمد عملها. ان هيبقى فيه في الراوتنج تيبل بتاع ال vpc. ماشي او بتاع الصبنت اللي جوه ال vpc. عندها تلاتة انترنت. تو انترنت بيبعاثوا عالترنت جيتوي. تو انترنت دول. الانترنت اللي الاولنية اللي هي علاقة بالصبنت اللي هي التانية. والانترنت التانية اللي هي علاقة بالصبنت التالتة. فصبنت التانية والصبنت التالتة الراوتنج بتاعهم هيروحها هي tratar انترنت جيتوي. السطر التالت في الراوتنج تيبل. اي حاجة هو بقى مش عارفها بره. ال 2 subnet z. ابعتها على الانترنت جيتوي. فمن اخر الراوتنج جوة صبنة الأولنية الأولنية هيبقى أن أي حاجة هتروح لتلتاشر واربعتاشر يبعتها ترانزيت جيتوي أي حاجة هو مش عارفها برة تلتاشر واربعتاشر يبعتها على الانترنت جيتوي كم منها محمد وأسف لو لا يهمك بس أنا مخاطر بالمحطة اللي أنت قلتها دي بس هو يعني للمعلومة الصح اللي بتعمل لو أنت بتبني البروداكشن أنت مش بتبنها بالطرق اللي أنا عاملها دي أنا بس عاملها كده عشان الموضوع يكون سهلس شوية مش أكتر النموة الطبيعي أنك بيبقى عندك ريكورد واحدة بس في الفي بي سي بتاعتك يعني الروي التابل اللي عندنا هنا ده في الفي بي سي هنا أنا بحط فيه ريكورد واحد بس واحد بس مش بعمل تلاتة زي أنا عملت هنا الرويكورد الوحيد هو إيه اللي هو صفار ترانزيت جيتوي مش انترنت جيتوي فهو لو عايز يكلم أي حاجة هيروح للترانزيت جيتوي مش بكتب الكلام ده تمام؟ والترانزيت جيتوي على فكرة ممكن بقى هو ساعتها يبقى عنده راوتنج يبعتك على الانترنت بطريقة معينة بالضبط احنا هناخد ده مفروض قدام شوية في سي شانز قدام يعني من شاء الله بس على فكرة برضو الستاب ده ممكن يحصل يعني برضو مفيش حاجة غلط ومفيش حاجة صح كل بقى ستاب وحسب كل شركة وحسب ستاب بتاعه بس نصراح مفضل الطريقة اللي أنا بقى اللي أنا عاملها دلوقتي بس أنا عاملها بس تاني حاجة بقى ان احنا عملنا احنا دلوقتي كاريتنا راوت تابل من مزايا راوت تابل ان هو مش بيتربط على 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 البي بي سي بس يعني احنا حطين هنا الراوت تابل ده جوه جوه البي بي سي دي بس انا مش رابطه بانهي سابنت جوه البي بي سي انا ممكن يكون عندي كزا سابنت جوه البي بي سي وعندي كل سابنت راوت تابل انا محتاج ان انا اربط الراوت تابل دي بالسابنت دي فانا بكريات ريسورس تاني اسمه AWS RowTable Association ده بربط بي بربط ال RowTable اللي هو ده اللي انا نرسم كرياته اللي هو RT-1 اللي هو ده RT-1 بربطه بالصابنت الاولانين تمام؟ علشان ما فيش option في الريسورس فوق ان انا حطوله الصابنت بتاعته في option بعدها ان انا حطوله ريسورس تاني الرسورس ده بيربط الاتنين ببعض حلو؟ فانا كده كريات ال RowTable ده جوه الريسورس دي وربطتها بالصابنت دي حلو؟ طيب انا دلوقتي المفروض ان احنا كده جاهزين ان احنا نكريات الاسي تو ماشين ده بس لقيته الاسي تو ماشين ده شوية بري ريكوزيت كده الاول انت عشان تكونكت على الاسي تو ماشين دي مش محتاج كي عشان تكونكت على عشان تأس اس اتش كونكشن عليها يعني انت محتاج كي فانا دلوقتي عمل رسورس انك تكريت الكي الكي ده هيكون بيز ده على ايه هيكريت منت لما تجيكريت كي برايفيكي انت م محتاج تكريته بزدعون كي لما بتجي تكتب في كي كده انت بحتاج انت فانا دلوقتي بقول له استخدم الموجود عندنا على على جهاز انا وانت بتران وكريت منه وهتسميه كده سيرفر كي تمام فانا كريت كده وحطيته على على اللي هتكريت دلوقتي وانا هقدر استخدم بتاعي ان انا كونكت على كده اوكي طيب حاجة تانية من تاعت ان انا نكون فيجر ان انا نكون فيجر سيكوريتي جروب احنا قلنا السيكوريتي جروب ده الموضوع اللي فاتت ان هو كفايرول بيشتغل كفايرول مش كل الريسورس ما شغال بس تقريبا للامضة بس ده عبارة عن فايرول بفتح له ان الترافيك انت بتقلقها هتقلقه الترافيك ده ولا لا حالو فانا هنا بكريت السيكوريتي جروب بسمها سيج جي ار بي داش وان ده النم بتاعها بس وده مغدوها دسكريبشن والسيكوريتي جروب دي هتبقى موجودة في ان هي فبسين وهتسميها ايه تمام? النم ده حاجة والنم ده حاجاتين تمام? طيب احنا قلنا ان فيه رولز انا كريتها جوة security group ده ايه اللي هيتقلاه و ايه اللي هيدنوي جوة secure رسورس ده مش بقدر اكريت ايه اللي قلاه و ايه دنوي فانا ما كريت له رسورس تاني عشان اقلاه و دنوي فالترافكس للناس في النتورك شوية فالترافكس بتبقى بتقسم انتباوند و اوتباوند فالترافك اللي هو داخلي واللي خارج مني فانا عايز اقلاه ترافك معين داخلي وعايز اقلاه برضو ترافك معين خارج مني تمام فده اللي انا بحدده هنا ايه ده بيوز security group ingress rule ده الانجرس rule ده اللي جايلي ده اللي جايلي من بره تمام ده انا بكريت rule ingress جايلي من بره مساميها اللو ssh لانها كريت اللو connection دلو تمام طيب انت عايز عايز تكريت الرول دي فين عايز اكريتها في security group الفلاني اللي انا نسمى كريتها فوق ده انا عايز اقلاه السيدر اللي هعمل له اقلاه هو كل بصفور اي حد ورضو انا mention هنا انت ما تستخدمش اي حد دي في production عندك لان ده غلق جدا يعني حتى هنا محدد له ان المفروض او عملها هاج بس انه عشان ما تشتغلش انك تستخدم vbc موجودة عندك طيب انا عايز افتح بورت منين لايه عايز افتح بورت من 22 ل22 يعني 22 بس لو كتبتونه 22 23 او 24 هيفتح 22 24 24 تمام والنوع بورت تقول ايه تسي بي فانا كده عملت اللاو 22 لكل الناس طبعا مش هقدر كل الناس الناس اللي معا البابلك بس بتاعي بابلك كي بتاعي يقدر يكون تمام طيب انا عايز اعمل اجريس رول بقى فهكريت وعملها اللاو انا عايز اي حاجة خارجة من تخرج عادي ما تبقاش عليها اي لما تقشبت تمام فانا اول حاجة الرول دي هحطها في انهي سيكوريتي جروب هحطها في سيكوريتي جروب لاسك جي ار بي داش وان تمام السيدر بلوك بتاعي هتروح تكلم مين هتروح تكلم اي حد اصفار اي حد طيب الاي بي بروتوكول ماينس وان ايه الماينس وان دي بقى والليه مش كتب بورت الماينس وان في التيرا فور معناها اي حاجة فانا كده هقلاو اي بورت واي بروتوكول هفتح اي حاجة تطلع تكلم انترنت فحتى هناك تتبع طيب انا كريت كده البريريكوزيت انا كريت البي الكي بتاعها وكريت السيكوريتي جروب وعملت الانجرس رول والا 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 الانجرس اللي داخل والا ايجرس اللي خارج تمام انا محتاج دلوقتي ان انا كريت الا الا الاسي تو ماشين فدلوقتي هنكريت اي دا بيو اس دي اللي هي تمام وهسن والريسورس بتاعي اسمه طيب انت لما بتجي كريت اي ماشين انت بيقى فيها شوية حاجات كده او مش او بقى في حاجات كده لازم تعملها انك تقول له انا محتاج اخد الامج الانهين فانت لما بتجي كريت اي اي ماشين لازم تحدد الامج انت هتستخدم مسلا امازون لينكس ولا هتستخدم رد هات ولا هتستخدم ابونتو واللازم بتاعها الامو اي بتاعها هنا فده بتاع الماشين اللي احنا نستخدمه اظن ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده باستفاده برضو مرة الفاته الا بتاعي ايه انا عملها عشان دي حاجة في وكلمنا برضو في الموضوع ده مرة الفاته ادرس انت عايز تخلي في على الماشين دي احنا عاملينها true. والمفروض في الناك ما تعملاش true. انا عملها true عشان هقدر اكسيسها بس على طب. طيب اه الصبنت اي دي طب انت عايز تروبوتها فين? عايز تروبوت الاسي تو ماشين دي فين? احنا قلنا في صبنت وان. فانا محدد الوقتي انك هتستخدم الريسورس اللي اسمه اي دابيو اس. سابنت داش وان اللي انا محدده. اخد الاي دي بتاعه. هيقل الاي دي احطه هنا. الكي نيم الكي اللي انت هتكونكت بيه اللي احنا ناسم كريتينه فوق دلوقتي هتستخدم اي دابيو اس كي بير ريسورس. الكي بي داش وان ريسورس اللي احنا كريتناها. واخد النام بتاعه. هو بيقبل هنا النام مش الاي دي. فانا هدي له النام بتاع الكي اللي هو كريته عنده. تمام? طيب انت محتاج بقى تكون فيجر السكوريتي جروب اه انا كريتها فوق بعد ازن اخدها. لو تلاحظوا ان هي هنا اي دي مش اي دي اه انت تقدر يكون عندك ملتبل سكوريتي جروبس. اد السيم اي سي تو مشين. وتقدر تحددهم هنا تسيبرتهم بس بكومة بس. احنا هنا معندناش الا وان سكوريتي جروب. فاحنا محطيه لازم تحطها بنفس الشكل. لازم تحطها بين البركتس. محددين بقى اخر حاجة التاجة عليها احنا قلنا التاج ده جوست نيم ان هيبقى اسمها ديو داش اي سي تو داش وان. احنا اللي احنا عملنا هنا بقى دلوقتي احنا كده كريتنا الريسورس اللي هنا في اول البي بي سي دي. كريتنا دي بي بي سي. كريتنا سابنت. كريتنا جوه سابنت اس two مشين. وكريتنا رؤية تاول بيقول انت لو محتاج تروح للتلاتاشر بروح للترانز التجيت وي. محتاج تروح للاربع تاشر بروح للترانز التجيت وي. محتاج تكلم اصفار اي حد بروح للانترنت جيت وي وهو يطلعك انترنت. الحتة دي مفهومة? مفهومة جدا. وهس ازانك حتة الفي بي سي التانية طبعا مش هنبص عليها. عايزين ممكن نروح للترانزيت جتوية عشان انا كده تقريبا تلاقينا برا الوقت فممكن نروح على طول عالترانزيت جتوية هيتكون فيجر ازاي. انا حتى هنا قيل ان الفي بي سي تو والفي بي سي تو الفي بي سي تو كونتينت هي the same بالزبط. the same بالزبط فعلا. بس انت هتستخدم بس ايه الـ variables التانية. تمام. بس سريعا كده. ان انا لما جيت اكاريت بقى الفي بي سي تو التانية. والكود طبعا موجود عندكم على GitHub فانت اتدركوا يعملوا في اللي انت عايزين. ايش. ده الفي بي سي تو التانية. انا بس لما جيت اخدت السيدر بلوك خدت السيدر بلوك رقم اثنين. بس ده اللي انا عملت لهو اثنين اللي هو ده. نفس الفكرة بالزبط بس سيدر بلوك مختلف ونروح للترانزيتوي بقى. نفس النظام هندخل بحدة بتاعة الترانزيت ما يبينه غير ترافك. هن lieuكه هنسمي القصار بتاعه هو اسمه كده اي اسي تو طرانزيتوة هو اسمه كده. تمام? زي رابط نسمي هكذا? احنا هنسمي هي تنا احنا هنسمي وت mercy بتاعنا جوه انترنا هنسميه تي جي دبيو ده شون إنترنل ده يعني إحنا بقى جوه الترانسجيتوي ده جوه عزي ترافورم سكريبت بالضبط يعني إنت لما بتجي تران مش في AWS لا لا مش AWS إنت لما بتجي تران هو بيقول لك الرسورس هو الرسورس النامي اللي اسمه فلاني إنه هو ac2-transit-getway.tgw الرسورس الـ target tgw إنت ممكن يكون عندك كذا transit-getway بس هو إنت عايز إنت عايز اللي إنت مسميه tgw-dash-one ده هنا بيقول لك إنه هو بيبني أو بيمسحه أو 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 فهو ياخد الإسم اللي إنت مسميه هنا يعني ده اسم الـ transform هيفهمه الاسم بقى الـ AWS هيفهمه هو اللي تحت التاج بالضبط والتاج ده برضو مش مش required عشان ليك إنت بس هو كده كده الـ AWS مش عايز منك تاجز ولا عايز منك أي حاجة بس إنت بتكتب التاجز ديت عشان تبقى ليك إنت وإنت في حاجات تانية بتقدر تمنجها بالتاج بس ده مش موضوعنا نهار تمام احنا بس نقضت له description كده إنه هو ده development main transit gateway أنا كده بكريت development zone وبكريت لها transit gateway احنا قلنا لو مش حد مش فهم الزونز وكده فده موضوع مش بتاعنا منهار طيب انت هت 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 الراويت تابل الدافولت راويت تابل هو الـ transit gateway لما بيكاريت بيكاريت مع راويت تابل فأنت هتعمل له ياخد الدافولت ده فانا قلله آه تمام هتاخد الـ propagation بتاع الدافولت راويت تابل بتخلي كله يشوف بعض علشان ما تكتبش انت records كتير أنا ممكن برضه اوضح حاجة ماشي الحتة دي ان انت معناها ايه ان انت لما ييجي VPC تانية تعمل attachment معاه ياخد الـ subnet اللي هي من ال VPC اللي عملت attachment معاه عنده في الـ routing table ويحط root لها بالضبط وبرضه الـ configurations دي تانية يعني حاجات بايدفولت معمولة انا همحدد له وجيت هنا احنا عملنا دلوقتي هنا احنا كريتنا كده كريتنا transit gateway اللي ناقص اللي انا اعمل attachment اربط كل كل VPC بالـ transit gateway فهنيجي هنا وهن create resource AWS transit gateway VPC attachment تمام اللي دي هيبقى اسمها الـ resource دي هيبقى اسمه TGW-ATTT اللي هي attachment دا شوانا حلو؟ طيب الattachment دي بقى انت عايز تربط مين بمين؟ والله انا عايز اربط الـ VPC اللي هي VPC وان اللي فيها اللي فيها السابنت سابنت وان عايز اربطها بالـ transit gateway اللي هو transit gateway وان المتالي دي مفهومة قوية فانا كده بربط دي بدي بربط transit gateway بالـ VPC تمام؟ هعمل التاشمنت التانية عشان اربط الـ VPC التانية بالـ transit gateway انا عايز اخلي الـ VPC تكلم اللي هي فيها السابنت تكلم تربطهم ببقى التاشمنت تالتة عايز اللي فيها تكلم transit gateway 1 انا كده عندي 1 transit gateway بكميونيكي بربط بي الـ VPC بتوعي بالـ طيب احنا كده يعني كده كده خلصنا كل احنا كده كريتنا كل حاجة طب احنا ما كريتناش الـ احنا جينا هنا ما عملناش الـ الـ للـ احنا عملنا الـ فانت كده خليت كل شوف بعض من غير ما انت تكتبين تراويت بالزبط يعني انت لما بتعمل معنى كده ان انت لو رجعت للـ الـ معلش يا محمد تمام لو رجعت للـ الـ اول ما الـ الاورنية دي هتا بقى اتتش بالـ transit gateway transit gateway هيحط روت عنده ان الـ subnet بتاعت الـ VPC دي من خلال الـ اتتشمند ديت فهو هيعتبر dynamic لعملها كان في حد بيسأل بقى static و dynamic ديت اعتبر حت dynamic هو فعلا الـ transit gateway فيه two ways انك تكتب routes اما تعاملها dynamic دي الطور اللي احنا عملناها بها النهاردة الـ propagation بالضبط بتقنبل الـ propagation هو بيمانج كل حاجة طيب انا كنت عايزين نعمل الكلام ده بس انا ما اعتقدش ان فيه وقت عشان بس الناس كده خلاص يعني فهو احنا كده يعني قريدي خلاصنا فحنا ممكن احنا بس هنصمت الـ او الناس تمام احنا ممكن انا شايف انا بس سواني هقول حاجة اخيرة عشان الناس اللي هتمشي في البلوغ ما تتلغبطش انا بتاع الـ ده انا كتب فيه كل الكود كل الكود ورا بعضه يعني هي بس مش حاجة جديدة هو كتب نفس الكلام بس انا هحطه كله تحت بعضه تحت بعد كده ايه تاني بعد كده انا بقول لك انك تران الكود ده ازاي انت بس هنا بتعمل التحسن الشكل وبيزبط لك الشكل العام بتاع الكود بتاعك وبتران الكود بتاعك انك بتستخدم تيرا فورم وتشاول على الفايل اللي فيه الـ بتاعتك كده مش هيران كده بس هيوريك هو هيعمل ايه هيروح هيعمل ايه هيوريها لك بس انت بقى عايز تران فانت بتستخدم وتدي وتدي تمام طب انا ممكن انا سأل حاجة ده بتاع الـ ولا ده اللي فيه الكود اللي هو ايه اللي هو .tf ده اللي فيه الـ طب اللي فيه الكود فين اللي فيه الكود هو عارفه اصلا اي حاجة .tf هييرانها اه خلاص ميش تمام 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 الواعدة كده انا اعتمدت ان احنا عملنا للكود بتاعنا فانا كنت بتشيك الكنيكشن كنت بفتح كنت بفتح بكونكت عليها بالبابلك بتاعي كنت بكونكت عليها على وي كنت كده كنت عامل كنت عامل عشان وي ان انا روح اكلم للسيرفر التالي هشوف اقدر اكون عليها لا لأ ريدي كان جايبلي ان هو كان جايبلي ان هو كونكتد للسيرفر التالي بس برافو الله محمد بجد عالمي يعني بصف نظر عن الساشن عالمية بس البلوك عالمي بجد بجد البلوك ده عالمي جدا 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 بروفو عليك طيب في حد كان حسام كنت عايز تسأل سؤال ممكن تقوله اه ناشا محمد بارزنك يعني اكيد انت قلتها وانا اخطتش باني ارخاجة بس انا عايز افهم التيرا فورم انا فاهم اللي انت بتقول ويعني في بعض الخبرة البسيطة كده في بايزون فالحمد لله مستوعب اللي انت بتقوله بس السؤال هو الكود بتاعتيرا فورم انا بنزل مثلا الكود من عملات من صيد وبعد اعدل فيه ولا الدنيا بتمشي الزاية خالص انت لو دخلت في البروسيس اللي احنا عملناها في اللينك اللي احنا بعتينه هتلاقي كل حاجة كل الаже هتاسك كريته ليه تمبرات معينا تقنياتي انت بتشتغع علي تمام انا نافترض مثلا انا عايز اكريات وبايبيسين والإة دو بيؤس بيدين ا 하면 اعملت السرش تمام ؟ يعني الاحسن طبعا تستخدم اي 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 زي اي اي حاجة. فانا انا عملت فهو طلعني طلع لي اللينك بتاع فهو قال لي لو انت عايزت كريات اي دا بي اس بي بي سي انت والله بتستخدم الكل ده. لو اي دا بي اس وتسميها كزا وتحط له اي اهم حاجات دي طالما مقطوطها كده يبقى دي مش اوبشن دي برضو معلاش انا ممكن اقول حاجة سريعا كده انت لو روحت اللي ترى فورم بجسري. هتلاقي بتقدر تشوف كل اللي هو بيقدر يكريت معهم يقدر ينتجريت معهم. هو بينتجريت مع كل الناس دي. تمام? دي الحاجات اللي هاشي هاشي كربة عاملاها. مش الكميونيتي عملها. تمام? عشان هو كان اوبن سورسي الاول. فمسلا احنا دلوقتي انتريستد في اي دا بي اس. فانا هفتح اي دا بي اس. فدي الديكومنتيشن اي دا بي اس. تمام? طيب انا محتاجة بص على الديكومنتيشن كده فهاشوف سحف تحت الديكومنتيشن من اللي هنا. فهلاقي هنا على الشمال هنا كل حاجة انا ممكن اتخيل اللي انا عايز اعماله. لو كتبت اي دا بي اس. هو هيس مني سواني. لو عايز تقفل الريكورد يا ريزك. لو مش هنعمل حاجة يعني. واصلا انا المرة الفات عملت كده وكان في اسئلة حلوة في الاخر فسعب علي ان فيه ناس مع اله وفي ناس قفل يتغلق. يعني دلوقتي اصلا فيه بتاع مثلا عشرين واحد قفل. الناس دي اكيد هترجع تاني تتفرج وفيه ناس تاني هتبعيز تشوف. فعشان كده انا افضل لنا اسيب الريكورد يعني. فانا دلوقتي لو عملت اي دا بي اس انستنس سيطلع لكل الحاجة فيها اي دا بي اس انستنس. اللي هي مثلا اللي فيها دي مثلا اي دا بي اس انستنس اللي احنا كريتنا اللي هي هي هيتطلع للمشين اللي انا عايزة كريتها. تمام? الحاجات دي كلها مشروحة باستفادة قوي في كورس اللي انا بعضها. عمتا هي بصراحة يعني رهيبة. وسهلة. وسهلة. على حاجة عظيمة. هي عطاك ده الانسب لشوية يعني الانسب لنفس الفكرة. البيتون اصعب كتير جدا. يعني البيتون بصراحة متعب. يعني دي لو انت فاهم بايتون زي ما انت بتقول عطاك دي هتبقى بالنسبة لك سهلة جدا. مش محتاج مش محتاج. يعني الشارجي بيتي دلوقتي عمتا سهل الدنيا تماما. انا الصراحة لما باجي اصيرش على حاجة محتاج كده او اشوف اكزامبل عندها. انا مش بفتح رجستر انا بفتح شارجي بيتي او جيمني اللي هو بتاع جوجل. بالظاف تقوله اللي انت عايزه هيبعط لك كل حاجة اما حاجة تبقى فاهم البيزيكس دايما. بالظاف. والشارجي بيتي هيوصلك للي انت عايزه. كان في حد بيسأل طيب امحمد الفرما بين كلاود فورميشن والترافورم. تحبت جاوب على السؤال دا? اه يعني يا بص يا حاجة مين كده فالص. الكلود فورميشن ده ده ريسورس جوه ال اي دا بي اس. هيكريت لك الريسورس بتاعتك ازا كود اه بس على البلادفورم واحدة اللي هي اي دا بي اس بس. تمام? لكن الترافورم ده كروس بلادفورم. تقدر تستخدمها على ال اي دا بي اس ازور جي سي بي يعني حاجات كتير جدا. فده بيقلق لك انت كشخص انك تقدر تقدر تكتب الكود ده على كزا بلادفورم. بستوع كل بلادفورم بتفرق التمبل بتاع بيفرق عن التاني. مضبوط. اسلام ممكن تقول سؤالك? انا تقول بس احنا عندها ناندف الدزاين ده في تلاتا بي بي سي. هل انت فاستخدم الترافورم ان انا اكريت اثنين وانا قريدي عندي في تلات دا بس اعدل عليه يعني امريكا ازور ميزاشن ولا انا بستخدم الترافورم ان انا اكريت كل التلاتة في بي سي بول بطول الكمبون انت فهم سكتش. لأ احنا احنا قلنا حتى دي في الاول خالص. انت بتقدر تستخدم الترافورم في الكرياتن في الكرياشن والمودوفيكيشن. تمام? فلنفترض دلوقتي دلوقتي احنا ممكن احنا بمسأة شوية اسئلة صح? مشكلة يا رزق? اه مزبوط اه دلوقتي اسئلة. خمس دقايق يعني. بالزبط. ممكن تلات دقايق. احنا ممكن بس والاسئلة شغالة. فاحنا ممكن بس نرن الكود بتاعنا. اه عما الاسئلة تقلص يكون القدران وانه بص سريعا فيه. تمام? فانا اقول دلوقتي الترافورم قبلاي. الناس قادرة طيب تكمل. انا يعني بس انا خايف الموضوع بقى تقيل بس ما فيش مشكلة ممكن يعني انكمل. تمام ومش هيطاول يعني يا حاجة بسيطة. طيب. ماشي. ماشي. اما انت احب اشكركم كلكم ال 23 و 24 واحد اللي مكملين لحد دلوقتي. يعني اشكركم بصراحة. انا نفسي اللي هو المفروض انا يعني الانستركتور مع مع محمد هنا وتعبت. ومحمد المد Eastern اللي هو تعب جدا فانتو التعب عليكم. انا بات جدا مصراحة. اوعا انتو الانتو الخاص عليكمlichen وال longitudinal بس هوا الهدف من الزوم ميتنجز اللي احنا بناعملها Styles حانا vimos بعمل حاجة ببنيه背 esperは把他的PM Jalake في القرص اللي انا بحاول اشرحه على surroundIS بس الهدف من الزوم ميتنجز ان انا ا Pleывinc احاول ان انا اشرح حاجات مختلفة حتى لو مش مبنية على بعض بس بحيث ان كل الناس تبقى مستفيدة من الزوم ميتينك ده اللي هو مبتدئ واللي هو مهتم بأجور اللي هو مهتم بأي دابليو اس يبقى فيه ساشن من كل حاجة بحيث الناس كلها تبقى يعني في الموضوع ده واتمنى الموضوع ما كانش تقيل قوي وهافي عليكم وانا متأكد ان انت لو فيه حاجة انت مكنتش فاهمها في ال اي دابليو اس لو رجعت تفهمها واتفرجت على الساشن دي تاني هتتبسط جدا من الساشن دي اتمنى والله اتمنى بالله يعني يا ساشن بصراحة طحف انا نفسي هتفرج عليها تاني حبيب والله المهم هو دلوقتي بسؤال محمد تقريبا هو الوقت بيقول ان احنا دلوقتي بنعمل apply للكود بتاعنا فapply ده يعني هي كرية الكود بتاعنا احنا لما عملنا apply دلوقتي هو بيقول لك انا اروح كريت ايه يعني كل الليست ديت كل الريسورس اللي احنا كريتناها حرفين طول ما هي جواها قدامها plus فهيروحي كريتها تمام لو قدامها علامة التل ده هنشوفه برضو دلوقتي ده هيروح يعمل modify على على الخطة دي لو قدام علامة الماينس وحمره كده فمعنى كده ان هو هيديليت الريسورس دي طيب انا الكلام ده معنى ايه الكلام ده معنى ان انا فتح دلوقتي الفايل بتاعي ده تمام فانا قريدي دلوقتي عندي كل الريسورس دي من كريتنا انا بس عايز ادخل عدل نخلي دي تروح تكلم صبن التانية دي بقى مربوط عليها صبن التانية اللي انا هعمله ايه الادت اللي انا هعمله ايه انا بس هروح هنا وهشيل اللاين بتاعي ده وهكتب اللاين اللي انا عايزه واكتب الصبنة الصيدر بلوك بتاع الصبنة الجديدة حلو وهسيف الفايل ده وهروح تاني هاجه على الكونسل بتاعتي هنا وهعمل apply تاني للكوز التيرا فورم الواحده هيفهم ان هو يروح يصمت بتاعك مش هيكرية كل الرسوس من الاول ولا يهده يبني لا هيروح الي انت عملته ده بس التيرا فورم عامل زي مبنية على حاجة يعني او الكونسب تتعمق مبنية على حاجة اسمها اتيرا فورم اول ما بتجي ت行ت هو بيتيت فايل كده اسمه تيرا فورم ده التيرا فورم ده التيرا فورم ده بتاعتي fashion وكل الكونبون تيرا ضدك وكل الروس آن بي continent تمام فانت لما بتكتب له اي تشرينج واللي تشينج ده مسلا بتاع الصبنة فهو هيروحه يقارن بين ال configuration اللي انت حططها وال configuration الموجودة في ال tf state file. تمام? فهيعرف ان فيه change one change مختلف عن اللي هنا. فهيروح يموديفايل اللي change ده بس. ازاي البيتون هيروح يبني من الاول. يعني البيتون هيروح يرمي كل حاجة من الاول. صحيح كده. الظبط دي البيتون هيروح يبني كل حاجة من الاول. لكن البيتون هيروح يبني كل حاجة من الاول. لكن الانسبل فهمش هيروح يبني كل حاجة من الاول. ممكن تقول نقطة برضو بخصوص ال destroy ان هي feature جميلة جدا. في ترافور ما حسن كمان من الانسبل. لو عايز تقول حاجة عنهم. انت مثلا نفترض انت عايز تمسح ال resource ده. انا عايز امسح ال resource ده. ترافور ما لها code او لها command بيبروفايد انك تمسح ال resource ده. بس احسن وايه انك تعمل ايه? احنا قلنا ان احنا عندنا tf state file بيكمبير ما بينه ما بينه ما بينه. ان انا امسحها اللي حتى دي. اروح امسحها اصلا. تمام? واعمل save. وروح اراني الكود بتاعي. هيروح يفهم ان في resource مش موجودة بس موجودة. فهيروح يمسحها. لانك تستخدم ال console في ال operation. تمام? الزبط. هاتمنى ان انا هكون موضحتها لقدمها. لأ واضحة وممكن اصلا تمسح كل حاجة. دست يعني ب command وايه. كل حاجة دستوري كل حاجة. كل حاجة دستوري كل حاجة هتمسح. الpython مش بتاعف تعمل كده انت الpython لو configureت حاجة مش رفت مسح. مست ال terraform طبعا ان انت هتروح امسح. لو انت عملت مشكلة عندك او في حاجة حصلت هتروح بس ده عامل command دستوري كل انت عملته. هترجع كده اكا انا كاملت اللي انت عملت. بالضبط. بصنا برضوك في حاجة التمعين ان انا قريدي عندي موجودة وانا هكمل عليها. يعني انا قريدي كانت بالنسبة لي فاكاري بي 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 سي واحد واثنين. بي 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 سي تلاتة. في اجزاء كانت معمولة منها. فانا مش هي جنبها. وهكمل على الموجود فباقيت الكمبولانت. ده سبيني هقول لاجبا على حاجة. لو انت هتستخدم ترفورم فتستخدم ترفورم الاول وللابد. تمام? انما لو انت عامل دخلت على الكونسول هنا. وكاريت. وكاريت شوية حاجات. وبعد كده روحت على الترفورم. تكمل من الترفورم. الترفورم مش هافي من اللي انت مكاريته في بيك. فاهمني? اه هو رسو رسو الارف فعلا. يعني عندي اقتر من بي بي سي ده انا قلت لك انا بي بي سي في بعض حاجات معمولة. فانا هروح اكمل عليها. لا لا خالص. انت تعمل ايه بقى ساعاتة? اللي انت تعمله? انك تروح تكتب نفس الكونفجريشن اللي موجود على البي بي سي فوق. وتكتبها هنا. تمام? او يعني اخذ من ادب لقش وروح اغازي بيها اه تلا فورم التسكشن الخاص بالجزئية مسلا بتعزيب ستالات وريا كنس. او يعني نفس الفكرة هاشعر احتها في الاول. انت واحد رح تبني بيت. انت هتبني هترسم الرسم الهندسي بعد ما تبني البيت ولا قبل ما تبني البيت? انت دي نفس الفكرة بالزبط. انت بترسم بتكتب الكود بتاعك قبل ما تروح تبنيد على الكونسول. فانت بتكتب كل كل حاجة بتكتب الكود بتاعك وبعد كده بترن. عايز بقى عايز تعدل في حاجة تضيف حاجة مش عارف ايه? مش بتروح الكونسول برضو ولا تضيف. انت بتيجي على الفايل هنا وتقدم وتضيف. ايه? ايه الحاجة اللي بيقدمها لك ديت? اقوله يوز كزا. يوز حيات الكمبيت المهودة في بيسكالا اكرا. لا لا مش مش هطعف تشاور عليها. لان اللي انا بقوله هنا ان هو يوز كزا ديت. هو يفهم ديت لان دي موجودة في الكونفيقشن فايل بتاعي. الكلام ده موجود في الكونفيقشن فايل بتاعي. لكن مش موجود هناك. انا اقدر اقدر يعني اعمل فيها تاني. هي اللي انت قلتو انا اقدر اعمله. بس هلاه ومش مستحب. يعني انا مسلا لو عندي موجودة فوق. انا محتاج ان انا منشنا هنا. انا باستخدم الريسورس تاني ان انا افتش البي بي سي دي اخد اخد بتاعت عندي. بعد كده استخدمها. فهمني? خلاصا انا بقدر اعملها. بس انا مش شايف ان دي يعني جود وي. محمد ممكن تكمل معلشها اسلام اه يعني اتمنى نكون بس النقطة دي وممكن نكمل بس معلشها محمد في الانت عملت كده رمية مزبوط. تمام. احنا كده رمينا ممكن نبص عليها في كل الحاجات اللي ديها بلاص ديت. اوكي. كل الحاجات كتبها بلاص ديت. كل الحاجات اللي هي كريتها. تمام? الكلام اللي هنا ده فهو بيقول لك مثلا ايه 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 كزا ايه كريتد. كريتد. وان كريتد. وهكذا. ويفضل يمشي معك هو عمل ايه? في الاخر خالص وبيقول لك ايه اتنين وتلاتين الريسورس اللي اتشينج زيرو اتشينج زيرو. هو انا عمل على الحاجة موجودة وانا عمل لحاجة. فهو دلوقتي ايه اللي موجودة عندي اتنين وتلاتين ريسورسة ادت. فلو جينا نبص هنا كده سريعا. نفتح كده ونفتح برضو مشكلة الانترنت بعافية شوية. هنستنى ما فيش مشكلة. احنا هنا اتكريت عندنا. وان و تو و سري. تمام? برضو ممكن لبص على كده بما ان احنا كنا شغالين فيها قوي. هنا جوه البي بي سي لان هي جوه البي بي سي. هو كاريت هنا لو فتحنا كده بتاعة ده. هنلاقي ان ده مربوط براوة الهو ده. وال مربوط بالراوة الهو نفس الراوة تابل. تمام? لو جينا نبص بقى على الراوة تابل ده. هنلاقي في مين? هلاقي في كل. سواني ابعد ده شوية. هنلاقي في كل البي بي سي بتوعي. اللي هما بي بي سي وان و تو و سري. تمام? هو بيقول لك هنا الاتشمنت اي دي الاتشمنت تلتة بتستخدمها مربوطة بالفي بي سي دي. والاتشمنت دي مربوطة بالفي بي سي دي. وهكزا. تمام? لو جيت نبص على الراوة. فدي اتسايدرز بتاعتنا. انا ما كتبتش حاجة. انا هو كتب ده كله ده الواحدة. عشان احنا عملنا النابل البروباجيش. حلو? فاحنا ده الحتة بتاعة البي بي سي. لو جينا نبص بس على الاسي تو كده سريعا. ده من ناحية البي بي سي ولا من ناحية ترانزيجيتوي اللي انت وريتهن ده. لا ده من ناحية اللي اللي انا كنت بقبريه حالا ده من ناحية ترانزيجيتوي. البي بي سي مفاش اي حاجة. بالزبط كده. ممكن تورينا طب البي بي سي بالمرة عشان الحتة دي مهمة مبل ما نروح للأسي تو انسانس. يعني ورينا البي بي سي روتين بتاعها عمل ازاي? مفروض ان احنا نشوف ايه? هنشوف زي ما قلنا ان اتناشر و تلاتاشر من خلال الترانزيجيتوي. بالزبط. مظبوط كده. بالزبط. هتعلي بتاع كده البي بي سي. بتاع نظر التاب. ندرس كده على البي بي سي بتاعتنا. احنا عندنا مسلا وان و تو سري والدي فولت وان. الدي فولت وان ده احنا معناش حاجة هيا من كده لو فتحت وان كده. هنلاقي البي بي سي ديت ليها مين اللي ورا راوة التابل ده. وتحتها سابنت. يعني لو ضغطت على السابنت دي كده هشوف السابنت. ماشي. ماشي. اللي جواه. تمام. ممكن نروح الراوتينج تيبل بقى اللي انت قلت عليه بالزوم بتاع البي بي سي. الاول نية. ده الراوتينج تيبل بتاع البي بي سي الاول نية مظبوط كده. بالزبط. بالزبط. هنفتح كده الراوت تيبل. الراوت بتاعتي اللي هي دي. اللي انا شمده كده. ننقل له هنا ده. دي اللوكال في راوت تانية مفروض. دي راوت تانية مفروض. سواني كده. اعتقد ان دي حاجة انت لازم تعملها بنفسك. جواه راوتينج تيبل. انا هنا الراوت بتاعتي. انا كده بقول له اي حاجة سفار. هتروح الانترنت جيتوي. اللي هو اي جي داوي. لو عايز اطلع نت تطلع نت اي جي داوي. تمام? لو محتاج تكلم الاثناشر. الاثناشر ده اللي هو نفسه. تمام? الحاتي دي ما كتبناش هو بيكتبه بايدة فول تلوح. عاستكلم اثناشر هتكلم اللوكال. هتكلم نفسك. تمام? عاستكلم تلاتاشر هتروح لترانزجيتوي. اللي هو ده. اللي هو اخر مية و grande. اسرتكلم 14 اطلعها ترانزجيتوي اللي هو مرضو اخر مية و counter. تمام? دي الحتة بتاعت راوت تبوس. احنا هنرجع كده على اي احنا هنفتح اي اي اة توا ماشين. احنا دلوقت وقفينا على اي سي توا وان. هنفتحها كده. ديف اني بي بي سي معلش. ديف اني ال بي ديف اني بي بي سي لاما. ديف اني بي بي سي وان. ماشي. logical. انا بص انا عايز ان ننحف خلال التلات داية ان نخلص لو ينفع بس احنا اصلا بنفنش اصلا مميش. نعمل هنعمل دستروي برضو. او هنعمل دستروي عطل طبقة ان شاء الله. احنا كده فتحنا هنا الفي بي سي وان بنكونكت على الام الكونسل عطول بدلا بنستخدم اس اس اتش للسرعة بس مش اكتش. تمام? هنبص على الفي بي سي تو التانية ديت محتاجين نجيب البرويفت اي بي بتاع. هي ال اي بي بتاع وغد كام اربعتراشة وغد كامل رينج اللي احنا حطينه. دي في البي بي سي التالت. دي التالت او معلش مش التاني او. تمام? فانا هنا كده هو بيفتح الكونسل بدلا بنكونكت اس اس اتش من الترميل بتاعتي هو بيفتح من الكونسل على طول. اول حاجة هعمل انس تول للتالت عشان هي بتبقاش معجودة باي ديفولت. هتالت على الاي بي اللي احنا اخدنا هده. على بورت اتنا وعشرين. المفروض يكونكت لان احنا عاملين على الترانزيج جتوي. فقالك كده هو كونكتب. عرفت اكونكت على الاربعتاشر وانا فين? لو جينا نبص كده. انا فين? انا 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 اخد الاتناشر. عرفت اكونكت على الاربعتاشر انا اخد الاتناشر. ممكن تورينا بقى ديستروي سريعا. احنا كده خلصنا بقى كرياشن عايزين ديستروي كل حاجة. نفس الكماند اللي احنا رانناه. بس بدا ما اناهول ابلاي برضو هتستخدم الفايل اللي هو الفلاني وقوته ابروف بس عشان ما يعني لو ما قلتولش قوته ابروف هجيب لي كل الرسورس اللي بتتكارية دي وبعد كده هيقول لي اعمل اعمل ده ولا لا? يعني انت بتشتغل مع فما تعملش اي اي حاجة تكتبها كده تروح تترن على طول. فلازم اقول لك انا روح اعمل كزا وكزا وكزا. موافق? ولا لا? وهكزا. احنا كده بنعمل ديستروي فهو سويني وهيجيب نفس الهيجيب لك هو يعمل ديستروي لاي? اعمال ما اعمل ديستروي انا بس عايز اشكركم. كلكم ان انتم استنيتوا لحد اخر ثانية. واشكر محمد جدا السيشن عالمية. اعتقد دي احسن سيشن. هتنزل في كلاود كود شانيل. اه. وهسيب لكم البروفايل بتاع محمد في بتاع الفيديو. لو محمد يسمح لي بكده. لو عايزين انتم تت كونكتوا بمحمد. يعني تسألوه حاجة او تشيرو معه حاجة. يعني اعتقد ان محمد بنيها ده مهم جدا ان انت لازم تكونكت معايا على لينك دين لو انت راجل انترسته بالكلاود. وهاسب لوكال ريسورسيز اللي احنا قلنا عليها. الفيديوهات. البيدي اف. والجيت اللي محمد قال عليه. وما تنسوش ان المرة الجاية هيبقى فيه كلاود ديفوبس رودماب سيشن الجاية. هتبقى حلوة جدا وممتعة جدا. واحاول ان انا ان شاء الله مع محمد نزبط سيشن تانية في توبك تاني محمد يقدر ان هو يعني يشرح هنا. ان انا اعتقد الناس كلها النهاردة مبسوطة ان هي تسمع محمد وعايزة تسمعها مرة تانية. اتمنى والله العزيزين ان شاء الله ان احنا. اساب لك دقيقة بقى وقفل انت بعد كده. اه اوكي وخلاص دلوقتي بيقولك ان انا بس انا بعمل ريفرش. بقولك انا برفرش الستيت بتاعتي اللي هو الستيت فايل بيرفرش وبيكرن ما بين اللي انت كاتبه وما بين اللي هو راح يعمله. ما بين المكتوب قصدي وما بين اللي راح يعمله. تمام? فكل ده ريفرشنج كل ده ريفرشنج بيقولك انا برفرش الرسورس اللي اسمه كزا وبيروح يشوف على ال اي دا بيو اس ال مكاري تناك وهو هيمسح ايه عشان يرجع لك بالزبط وهيعمل ايه? انا عملت دا للبي دي اف اهو. هبعثوا دلوقتي للرزق وآآ عشان يشايروا معكم. برضو برضو كود يعني الكودز دي كلها اصلا مشروحة في البلوك بتاعتي. بس ما فيش مشكلة انك تاخدوا اللينك معكم. دي البلوك بتاعتي انا شرح كل المعظم الحاجات ديت انا شرحها اصلا باستفاوضة يعني انت لو بسط لك كود ممكن مواضيع يكون اصعب شوية بس في البلوك انا شرح كل حاجة باستفاوضة. اعتقد البلوك مع مع الفيديو ده هيبقى يعني الاتنين واضحين جدا. اتمنى ان حتى انا في حاجات ادفانسة شرحة في الترانسة الجيتوية. مش هحطها برضو في الديسكريبشن البلوك او لينك. هو كده تمام خلص هو دلوقتي بقولك كتيرا هو بيقولك انا راح اعمل اللي جاي ده بالسيمبل ده. يعني بقولك هعمل دستروي. تمام? هعمل دستروي لايه? والله الرسورس الفلاني ده هيحصله دستروي. وكل اللي جواه ده هيحصله دستروي. الرسورس ده هيحصله دستروي. وهكذا. هيقدر يقولك كل الحاجات ديتها هيحصلها دستروي. لو فيه انت بتعمله مش هيقولك دستروي. هيقولك مفروض يعني تقريبا. هيقولك وهنا هيتلبقى فيه علامة تلدة. علامة التلدة ديت اللي هي اللي كنتك بتكونكت على الهوم. تمام? فهو كده بيقولك انا دستروي كل الكامل. فلما نزل من تحت خالص هنلاقيه عشان احنا عمين نقود ما يقفش ان انا اقول له يس. هتلاقيه دلوقتي قاد بيعمل دستروي. دلوقتي بيقولك الفلاني ده الكي ده بيعمله دسترويينج. آآ كزا ده بيقولك الكي ده حصله دسترويشن هو حصله دسترويشن دسترويشن. تمام? ده حصله دسترويشن في وان ساكن. السيكوريشن جروب التاني ده حصلها دسترويشن في وان ساكن. هو بيحسيب لك بيحصله دستروي في قد ايه? يعني ده لو بصنا عليه اللي هو الاصدي اللي تيجي دابيو التالتة دي عدد لوقتي عشان تحصلها دستروي. تمام? فده يعني زي حاجة لوجز كده بيقولك انا بعمل ايه بالزبط انا فين? كده. ميش يا محمد اشكرك جدا 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 على السيشن الجميلة دي. انا بشكور بالمس كلها. انا مش عارفين اشكرك ازاي. انا اسف جدا لو انا لو انا قلت اي معلومة غلط اتمنى لو انا قلت اي معلومة غلط الناس تصححني بعد كده عشان المعلومة دي تبقى او داتت عندي. مفيش مشكلة خالص. لا انا اعتقد ان المعلومات كانت صحة بنسبة تسعة وتسعين في المية دايما في واحد في المية عند اي حد بيشرح اي حاجة. في يعني طبيعي جدا واحنا بنشكرك جدا على المعلومات اللي انت دتنا. وان شاء الله نعمل سيشن تانية جميلة. وهاف الباست سيشن وشوكرا لكم. مع السلام. شكرا لكم.